وممكن تتحول يا قيس من شخص يداوم بشكل رسمي إلى شخص يشتغل بطريقة متخفية بعد ما قالي الكلام هذا عرفت المنطقة هذه ممكن أخطر منطقة راح أدخلها في حياتي السلام عليكم مساء الخير جمعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله يا أخي أقسم بالله العظيم الله يسعدكم يا رب سعادة الدارين ويرزقكم لين يغنيكم شكرا بما تعنيه الكريمة والله العظيم الرقم اللي وصلنا له رقم مرة كبير بالنسبة لي ولكن يا جمعة الخير سافرت كان باقي لي ما يقارب 40 ألف بقلت يا أخي والله العظيم مستحيل من الإعجاز إنها تجي في ثلاثة أيام واربع أيام وأنا راجع في آخر يوم يا جمعة الخير قبل ما أركب الطيارة إلا أحصل عدد تسعات وأحدث يا جمعة الخير وأدخل المليون وأنا مع دخولي للطيارة واقسم بالله العظيم الرحلة ذيك اللي كانت ثلاث ساعات ما أدري أربع ساعات إنها كانت أفضل رحلة مرت علي في حياتي فالله يسعدكم سعادة الدارين ويرزقكم لين يغنيكم ويسخر لكم ملائكتاً في السماء وجنوداً في الأرض وهدفنا الجاية يا جمعة الخير أتوقع معروف اللي هو إنه نوصل للمليونين في أقربهم إذا اتبعني الآن لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات قصة اليوم يا جمعة الخير قصة ما هي مثل أي قصة عابرة قصة اليوم قصة من الرتم الثقيل قصة اليوم حاب أقول لك عادي في يوم الأيام تشوفها في أحد الأفلام قصة مختلفة بما تعنيه الكلمة يلا خلنبدأ في قصة اليوم قصة اليوم يا جمعة الخير ترجع للشخص اسمه قيس قيس يقول يا جمعة الخير أنا عشت في أسرة ما هي أسرة غنية أسرة أقل من الغنية بواجد في عينينا في حياتنا معانات مختلفة قيس عنده ثلاث إخوان وبنتين وأبوه أمه أبوه في عمر الستة وستين أو السبعة وستين أبوه ما هو صغير مرة وأمه في عمر الخمس وخمسين أو ستة وخمسين يقول قيس أبوي وأمي تزوج أبوهم كبار قلمهم يقول قيس إحنا نسكن في منطقة عبارة عن قرية بسيطة مرة وتبدأ قصتي من مرحلة الثانوي يقول في ثاني ثانوي كان معاي شخصين علي وأحمد يقول علي وأحمد هذولي أعز أصحابي بشكل كبير يقول أقرب الناس لي وأي شيء يصير دائما أستشيرهم فيه يقول كنا ندرس في مرحلة الثاني ثانوي وفي الاختبارات النهائية كنا ندرس سوى ونروح سوى ونطلع سوى يقول قيس بعد صف الثاني ثانوي أنهينا الاختبارات خلصنا كل شيء أمورنا مرة زينا يقول جت العطلة فنطلع أنا وأخوياي أحمد وعلي بشكل كبير دائما كذا على العصرية نطلع أنا إياهم سوى يقول طبعا معروف في الأحياء القديمة دائما تكون الشوارع مليانة بالناس اللي يلعبون كورة وفي العطلة هذه لعبنا كورة بشكل كبير يقول هذا يتحدى هذا وهذا يتحدى هذا وعلى هذه الحالة كورة ضد ناس أن اللي يشوت الكورة يلحقها لو تروح الكورة حرفيا آخر مكان تلحقها يعني تلحقها يقول ذاك اليوم لعبنا ضد الحارة الثانية يقول مهم جهزنا فريقنا وحطينا حصيان صغيرة على أنها بيبان وصرنا نلعب ضدهم يقول الحارة اللي نلعب فيها جنبنا علي سار يكون فيه مدرسة ممتدة طويلة والمدرسة هذه مدرسة بنات يقول والشارع حق المدرسة شارع كبير نقدر نلعب فيه وإحنا مرتاحين يقول المهم كنا نلعب وشدينها شوي ويقوم قيس ويشوت الكورة بقوة يقولوا تتسطح الكورة داخل المدرسة طبعا الآن إجازة طويلة وما في أحد في المدرسة ومستحيل أن المدرسة تفتح بكرة ولكن فيه حارس في المدرسة دائما يكون ساكن عندها يكون يهتم في المدرسة ويراقبها بشكل متكرر داخل إجازة المهم أنا شدت الكورة بقوة وصاروا يقولوا لي يلا رح جب كورة يلا جب كورة فهذه الكورة أنت اللي سطحتها وأنا أقول لهم يا جمعة الخير هذه مدرسة وشلون أقدر أجيبها لكم وبعدين جدارها مرتفع مرة مثل ما أنتو عارفين المدارس دائما يكون جدارها مرتفع ما هو نفس جدار البيوت قلت لهم يا ربع شوفوا الله يرحم والديكم الجدار مرة مرتفع ما يمديني أرقع قالوا يا قيس إحنا ما ندخل والاتفاقة توقع تعرفها يا تجيب الكورة يا تشتري لنا كورة ثانية نلعب فيها وناظر في أخوياي قلت لهم ذولي صادقين صار خوية علي يقول لهم يا أخي ما يقدر الجدار كبير يا جمعة الخير قالوا خلاص أجل اشتر لنا كورة قلت ما معاي فلوس قال ما معاك فلوس خلاص أجل الآن ارق ذا الجدار وجب الكورة وتعال قلموا مقنعوني يمين يسار وكان في عداد كهرب عند باب المدرسة قالوا ارقع لعداد الكهرب وخلي يرقع معاك خويك علي وخلي يرفعك علي على الجدار لين ترقى وترقى فوق الجدار قلت لهم خلاص زين يقول قيس والله واروح أدف زبالة أقربها وأقلبها وأرقع فوق زبالة بعدين رقيت فوق عداد الكهرب وعلي برضو رقع معاي وساعدت لين رقينا فوق العداد يقول الآن المسافة بين ارتفاع العداد وارتفاع الجدار يقول ما يقارب متر وسبعين متر وسبعين حدود المترين قلت لعلي بالله سو بيدك كذا أبغى أضغط على يدك وارفعني قال لي علي أبشر والله يوقف علي وأضغط على رجلي بيده وارقع لين الجدار وأتسلك يقول يوم أتسلكت قالوا ها تشوف الكورة قلت والله ما أدري وينها أنا وين شدتها فيه قالوا لي أتوقع قدام مشت قدام يقول أنا قاعد أمشي على الجدار من فوق إلا أناظر تحت صدق مدرسة بنات بنات يقولوا أشوف الجدران مزينة ومرتبة بشكل كبير وبرضو وأنا قاعد أناظر قاعد أدور مكان أنزل معه عشان أقدر أنزل جوه وأجيب الكورة وافتح الباب حق المدرسة واطلع يقولوا حصل لي نفس المصورة ولكن ما أقدر أتمسك فيها لأن المصورة كانت مصدية شوي وبتجرح يدي وأنا قاعد أنزل قلت لهم يا رابع أبغى أحد بس يعطيني فوطة عشان أقدر أمسك المصورة هذه وأنزل لين تحت يقول صد يقول له واحد يروح كذا المكان متكسر شوي ويحصل فيه نفس القماش ويأخذه ويعطيني إياه يقول وأخذ القماش هذا وحطه على يدي وأتمسك في المصورة وأنزل يقول لين بقى شوي وأطرح نفسي وأنزل للأرض ودور عن الكورة ودور عليها والأخير حصلت الكورة داخل دورة المياه الله يكرمكم طبعا دورة المياه المخصصة المدارس البنات تكون كذا سبع حمامات جن بعض والمغاسل تكون برا يقولوا المهم كذا يكون سيب وعلي صار فيه سيب حق مغاسل اللي يغسلون فيها يديهم والحمامات قدامها على طول ولكن الباب اللي ندخل فيه ما تقدر تشوف فيه إلا حمام واحد يقولوا وادخل كذا وجيت بأخذ الكورة اللي واضح لي أنه بنت صغيرة وأتوقع أنها في أول ثانوي أو في ثاني ثانوي يقول قيس أول ما شفتها يا أني خفت خوف ماهو طبيعي يقولوا أخذ الكورة كذا بقوة وأشوتها وأطلحها برا المدرسة وصير أركض أبغى أفتح الباب وحصل يا جماعة الخير الباب مقفل بالمفتاح يعني مستحيل ينفتح وقعد أصارخ علي علي اللي علي يا جماعة الخير يجيني عند الباب قال لي أفتح قلت له علي مقفلين الباب بالمفتاح طبعا جماعة الخير الباب عبارة عرفتو عن البابين الكبيرة اللي تكون جنب بعض وفي مزاليج في النص قال علي أرفع المزاليج اللي تحت واللي فوق وبندف الباب وبينكسر القفل قلت لي يلا زين وصدق جماعة الخير وأرفع المزاليج ويدفون الباب لين طرق وتنكسر البوابة وينفتح وأطلع وأقول لعلي الحق قال وش فيك قلت له الحق يا علي أقسم بالله العظيم شخص ميت عند المغاسل قال متأكد ميت قلت للمدرسة كم لها مقفلة والشخص هذا جوا وريحة خايسة أشمها داخل المدرسة قال لي اسمح لازم الآن نتصل على الشرطة تيجي كان أخاف أنهم يقولون عني أني أنا اللي ذابحة يقول قيس أول ما قال لي علي لازم نتصل على الشرطة تيجينا أنا خفت خوف مو طبيعي بقلت أكيد أن الشرطة بتيجي بتقول أكيد أنتوا السببب قلتها تكفي علي لا تقول لهم ليه تقول لهم أني أنا اللي قلت وأنا اللي بلغت شوي علي يقول لي يا قيس لا تخاف الموضوع عايدي ولكن لازم يجون ويشوفون الجثة هذه قلت لهم متأكد ما راح يقولون لشي قال ما راح يقولون لك شي نهائيا وصدق يا جماعة الخير ويتصل علي على الشرطة في ظرف عشر دقائق ربع ساعة إلا الشرطة واقفة عند باب المدرسة قالت من اللي بلغ علي رفع يده وقال أنا اللي بلغت قال وش الموضوع قلنا لأن إحنا شفنا جثة داخل المدرسة قالنا شرطي وش دراكم إلا واحد تكلم من ورانا وقال قال لتسطحت الكورة داخل المدرسة ودخلنا نجيب الكورة وحصلنا هذا جوه قال لا متأكدين قلنا لأ والله متأكدين يروح العسكر للسيارة ويرفع جهاز الندى وتوقع أن في ذيك اللحظة كان يطلب دعم ويدخل لجماعة الخير وصدق شاف الجثة اللي موجودة عند المغسلة وعرف أن اللي ميت أحد البنات اللي موجودين داخل المدرسة يقول شوي يجي الإسعاف شوي يجو ناس بسيارة كده بسيطة صغيرة محهم شنط وحقين أدلة جنائية يقول دخلوا يشوفوا المكان وقالوا لنا لحد يدخل ويقولوا زادت الزحمة في الحارة بشكل كبير وصار الحي يتجمع على المدرسة هذه يبغون يعرفون وش وهو الموضوع اللي صار داخل المدرسة قلمهم يا جماعة الخير قفلوا الموضوع وخذوا الجثة هذه في عربة متنقلة ودخلوها لسيارة الإسعاف وهو طالع لجان العسكري وقال الله يعطيكم العافية وشكرا لكم أنكم بلغتوا صدق هذه البنت مفقودة من لحظة انتهاء المدرسة وأهلها مبلغين لهم فترة طويلة وشكرا لكم ومع السلام يقول ركب العسكري سيارته وطلع يقول قيس أنا ما استحملت الموقف الضخم اللي شفته ما استحملت الرعب اللي شفته داخل عيني موقف غريب بما تعنيه الكلمة يقولوا المهم أخويا يكملوا لعب كرة إلا أنا قلت أنا ما أقدر ألعب يقولوا شوي أبو عشر دقائق ربع ساعة ولا أصير أرجع وأستفرغ وصرت في حالة غير طبيعية خذاني علي خويي وداني لبيتنا ودخلني وقال ادخل ريح وإن شاء الله أمورك زينة قابلني أخوي الكبير وقال لي شفيك يا قيس قلت لي يا أخي صار موقف قبله شوي غريب تخيل أني حصلت بنت ميتة قدام عيني وماني قادر أتخطى هذا الموقف اللي أخوي يقول لي بنت ميتة وين شفتها فيه وصرت أشرح للموضوع وقلت شفتها داخل مدرسة البنات اللي نلعب جنبها كورة قال لي إن شاء الله الأمور زينة ولا تخاف يا قيس قو قلبك إن شاء الله الأمور بتكون بخير ولكن هذه من هي بنتة قلت والله ما أدري قال أنا بشوف لك الموضوع وبقى أعرف هذه البنت من هي بنتة واش قصتها قلمهم جاء الليل يا جمعة الخير وجاني النوم وجيت أبغى أنام ما قدرت يا جمعة الخير كل شوي نعاد لي الموقف موقف البنت اللي ميتة داخل دورة المياه يقول عجزت أتخطاه بشكل كبير يقول وأنا قاعد أفكر نمت على نفسي وأنا ما أدري يقول بعدها كذا بساعة ساعتين إلا أقوم مفزوع بسبب كابوس أو حلم غريب قمت وأنا أقول لا إله إلا الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالنام من الموقف اللي شفته يقول قيس وصرت على هذه الحالة لين طلع ضوء الشمس يقول طلعت الشمس ارتاعت نفسيا وبديت أهدأ وحسيت إن الوضع طبيعي واغلبني النوم ونام لي ما يقارب أربع أو خمس ساعات يقول فجأة إلا يطق باب الغرفة طاق 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 قلت مين؟ قال أنا أخوك عمار افتح وافتح الباب اللي هو أخوي عمار الكبير كان اللي يسمعي قيس البنت اللي شفتها ميتة يقولوا إن الحارس قفل عليها الباب وهو ما يدري وماتت عطش أكيد هذا سبب الوفاة قلت لكيف ما تتعطش وإحنا نلعب عند المدرسة كل يوم ولا سمعنا أي صوت مستحيل إنها هي كانت ما تسمع صواتنا قال لي أخوي عمار أكيد إنها نادت بس أنتوا ما انتبهتوا قلت لها يا عمار والله العظيم إني ما أتذكر إني سمعت صوت وأنا قاعد ألعب وتعرف الحارة اللي إحنا ساكنين فيها حارة هادية مرة قال لي عمار والله ما أدري ولكن يقولون إن البنت هذه توفت بسبب إنها تقفل عليها الباب وانحبست داخل المدرسة يقول بما إنها توفت عند دورة المياه فأكيد إنها شربت الموية حقة الغسيل ولكن خلصت الموية عليها وماتت من العطش في محلها يقول قيس وأنا أخوي قاعد يقول لي الموقف هذا الموضوع ما دخل مخي نهائيا وحسيت الموضوع ما هو موضوع اعتيادي موضوع غريب بنت تموت داخل المدرسة بسبب إن الباب مقفل عليها أحس السبب تافأ اللي يخلي هذا البنت إنها تموت تقدر تنادي تقدر تضرب في الباب تقدر تسوي أشياء كثيرة يا أخي أقلها ترقى للفصول وتنادي من فوق الفصول في السالفة ما هي سالفة عيدية طبعا قيس يقول من ذاك الموقف وأنا صرت أبحث عن هذه الجريمة وكل يوم قاعد أفكر أقول ويش سبب وفاة هذه البنت وليه ماتت أحس سبب موتها ما هو سبب مقنع إنهم يقفلون السالفة هذه كاملة ويخلون الموت بسبب العطش ويحملون الحارس حق المدرسة المسؤولية هذه قلمهم رجعت الدراسة على حالتها الطبيعية ولكن البنت هذه اللي ماتت ما فارقت عقلي نهائيا ما طلعت من عقلي أبدا أبدا يقول وخلص مرحلة الثالث ثانوي وأنا حطيت حلمي من ذيك النقطة أني أنا لازم أدخل في مجال التحقيق حبيت ذاك التخصص بسبب هذيك البنت اللي ماتت في جاني شغف أني أتعلم وصير محقق عشان أقدر أحقق في القضايا اللي تيجي من هذا النوع قلمهم جت مرحلة التقديم على الجامعات الجامعة اللي راح أقدم فيها يا جماعة الخير تبعد عن قريتي أو مدينتي ما يقارب 140 أو 150 كيلو إذا قبرتني هذيك الجامعة فلازم يا جماعة الخير وشهو أنقل سكني كله لهذه المنطقة قلمهم جت مرحلة التقديم وكلمني أحمد وعلي قالوا لي قيس وين راح تقدم فيه وفي أي جامعة وفي أي تخصص راح تدرسه قلت لهم اسمعوا أنا من قبل وأنا أبغى أدخل مجال التحقيق فأكيد أني راح أتبع فأكيد أني راح أتبع في البداية تخصص القانون وبعد أدخل في مجال التحقيق قالوا لي أحمد وعلي أنهم أهم حدد وتخصص يبغونه راح يدرسونه مع بعض قلت لهم ما في مشكلة وأبد وفانكم التوفيق قالوا لي خلاص اسمع يا قيس بكرة بإذن الله راح يفتح التقديم ولازم تكون مبكر جالس على الجهاز من بعد الساعة 12 في الليل وانت قاعد على جهازك وتحاول تقدم أوراقك عشان تدخل في هذا المجال وصدق جماعة الخير وجدت مرحلة التقديم وأقدم أوراقي مباشرة وتعرفون أنت في لحظة التقديم دايما النظام يطفع ويشتغل على هذه الحالة ولكن ما يحتاج أني أذكر لكم المعاناة هذه وصدق بعد ساعة من جلستي على الجهاز اكتبولي تم تقديمك بنجاح فرتحت وبعدها أنتظر بس الرسالة اللي أكدون فيها قبولي لهذه الجامعة ورحت قلت لأمي وأبوي وأخوي الكبير علمتهم كلهم أني قدمت في هذا التخصص وبعد مرور الأيام ما يقارب سبع أيام أو ثمانة أيام من تقديمي هذاك جدني رسالة قبول في التخصص اللي أنا أبغاه وكان باقي على الدراسة ما يقارب أسبوعين زيادة وبعدها تبدأ مرحلة الدراسة حقتي فكلمت الوالد وقلت له يا إبا أنا أبغى أخذني شقة هناك عشان يكون الدوام عندي قريب قال لي أبوي لا ما يحتاج أقيس تقدر تكلم الجامعة يوفروا لك سكن داخل الجامعة وإذا ما تقدر أنا راح أتواصل مع شخص هناك داخل الجامعة أعرفها زين وبإذن الله ما راح يقصر معاي قلت لأبوي طيب هذا الشخص مين يعني استغربت قلت أبوي بعمره 67 سنة من يعرف هناك بعمره 67 داخل الجامعة باستغربت من هذا الشي قال لي أبوي أعرف واحد من أخوياي يدرس في نفس الجامعة هذه وهو الدكتور داخلها يتربس يا إيبا زين زين وصدق تواصل مع الرجال هذا وعرف أبوي قال لأن أبوي يبغى سكن داخل الجامعة تقدر توفر له أو لا قال ابشر بكرة الصبح يجيني وأشوف إذا فيه شاغر بإذن الله أنا راح أدخله في هذا السكن قفل أبوي من عنده وقال لي الموضوع قال اسمع يا قيس أبغاك بكرة تروح للجامعة وتقابل الرجال وتعلم التخصص حقك وتعلم كل شي عشان يوفر لك السكن اللي أنت بغاه وصدق يا جماعة الخير في اليوم الثاني كلمت أحمد وعلي قلت لهم ها تروحون معاي أبغى شوف بس سكن الجامعة وإذا كان مناسب بخليكم تسكنون معاي قالوا لي خلاص تمام وأشغل سيارتي وآخذ أحمد وعلي في اليوم الثاني في الصبح ونتجه لهذا السكن اللي يحدد لي يا أخوي يا أبوي دعوني أعلمكم طبيعة السكن بالضبط عبارة عن عمارة فيها ما يقارب عشرين أو خمسة وعشرين شقة والشقة اللي فيها صغيرة مرة وفيه كل دور فيه ست شقة والعمارة طويلة مرة يعني تيجي خمس أو ستة دوار يقول قيس وصلت الذكر عمارة صدق عمارة كبيرة وفيها من عشرين إلى ثلاثين شقة وواضح أن الشقة هذه جديدة وباقي ما سكنت فاتصلت مباشرة على خوي أبوي وقلت لأنا قيس موجود عند الموقع وأنا الشخص اللي يكلمك أبوي بخصوص الشقة وشوي وصدق وتجينا السيارة وتوقف عندنا قال لي قيس قلت مرحبا قال كيف حالك طيب قلت لأ الحمد لله بخير أنا الرجال اللي تواصل معاها أبوك وقال لأنا ولدي قيس يبغى شقة وش تبغى يا قيس وكم عددكم وش وضعكم قلت لأ احنا الثلاثة كلنا بندرس في هذه الجامعة ولكن أخوياي تخصصهم يختلف عن تخصصي قال لي وش تخصص كنت قلت لأنا تخصصي قانون شوي للرجال يضحك ويبتسم الابتسامة العريضة ذيك قلت لأو ش فيك يا عم قال لا بس تذكرت أيام أول ترى تخصصي نفس تخصصك بالضبط وفالك التوفيق قال امشوا معاي وياخذ مفاتيح يورينا الشقق الموجودة قال هذه الشقق مخصصة للطلاب وباقي خمس شقق الحد الآن فاضية وقبل أمس عمدوها عشان نقدر نسلمها لكم وسبحان الله أطصل أبوك وقال لي أنه ولده يبغى شقة وترى الشقق هذه قريبة للجامعة مرة تبعد ما يقارب أربع دقائق خمس دقائق مشي فأمورك إن شاء الله سليمة ولا تشيلهم قلت لزين يا عم والله يعطيك العافية احنا نبغى لنا شقة وحده أنا وأحمد وعلي نسكن فيها قال خلاص هذا مفتح شقتكم ولكن امشوا معاي الآن أخذ الأوراق المخصصة لقبولكم عشان أعمد لكم الشقة هذه إنها لكم وصدق يا جماعة الخير يقول قيس ويأخذنا مكتب ويكتبنا أوراق ويثبت إن هذه الشقة لنا ونسكن فيها أنا وأحمد وعلي وجت يا جماعة الخير مرحلة الدراسة واستقرينا داخل هذه الشقة وأثثناها تأثيث بسيط والشقة أصلا عبارة عن غرفتين وصالة غرفة أنا أنام فيها وغرفة ينام فيها أحمد وعلي ينام في الصالة دائما صرنا مستمرين في الدراسة يقول قيس بعد ما مرت ممكن ثلاثة شهور أو أربع شهور من دراستنا إحنا يقول جت إيجازة بسيطة بين الفصلين المخصصة للدراسة الفصلين هذه الجامعة حطت نشاط داخل الجامعة لطلاب المحامة أو طلاب القانون قالوا اللي يبغى يشارك رح يكون عنده بونس درجات في الترم الجاي ويتجهز للمواد الجديدة اللي رح ندرسها في الترم الجاي فقلت لهم أنا يا قيس أنا والله يبقى شارك وأنا معكم سجلوا اسمي وقالوا خلاص خلك مع الطالب هذا وراح يرشدك بكل شي وراح يعلمك وش الطريقة اللي رح تستخدمونها طبعا النشاط هذا اللي يبغونا نسويه نشاط عبارة عن قضية لازم ندافع عنها ولكن قضية بسيطة ما هي قضية صعبة مرة وادخل مع أخوياي صدق وقرأ ورقة القضية كانت ورقة القضية تخص مبلغ مالي إن فيه شخص اشترى سلعة وبعد ما اشترى سلعة صارت للمشكلة الفلانية هذه هل يقدر يرجحها أو لا وش حجتك أمام القاضي يقول في كلنا نتساءل مع بعض جينا ها وش تتوقعون الرج وش نشوف اللي يقول لا ما ترجع واللي يقول ايه ترجع وشاف الشي قدامه وش راه ولكن ممكن بسوء استخدامه تعطل هذا الشي وصدق يا جماعة الخير صار كلامي اللي قلت لهم كان صحيح وسليم مية بالمية بعد ما سلمنا الأوراق في ثالث يوم قالنا الدكتور المخصص للنشاط ايه نعم جبتوا الحل الصحيح ولكن فيه نقص بسيط ولكن من ساعدكم في الحل وكلهم أشروا عليه وقالوا لي قيس قال ما شاء الله عليك يا قيس فالك التوفيق وشد حيلك شرى أمورك ما شاء الله ممتازة ولحظت أن الدكتور يمدحونك داخل الفصول المهم سكت وستنست في ذكي الأيام ومش هالموضوع وخلص ورجعت عند أهلي ريحت عشان بعد الإجازة أرجع أكمل دراستي أو الترمي الثاني داخل هذه الجامعة يقول قيسو تستمر الأيام ليه مرت ثلاث سنوات وأنا قاعد أدرس في هذا المجال والتخصص في آخر سنة خلاص باقي لي سنة واحدة وخلص وكان معدلي مرة عالي مرة مرة داخل الجامعة ولكن وأنا قاعد أدرس لحظت شي غريب أن أنا وأنا معدلي عالي ولكن ما نفهم شي وأحس الأشياء اللي تعلمناها عبارة يعني عن علم بسيط العلم الحقيقي دائما يكون في التجربة قلت بما أني خلاص في آخر سنة لازم أحصل لي شخص يقدر يساعدني وشغلني بشغل يعني عملي عشان أطور نفسي أكثر وأكبر قلت ما لي إلا خوي أبوي الدكتور اللي داخل الجامعة فتواصلت مع أبوي وقلت لأبغاك أتكلم خويك والموضوع كذا 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 وأنا رجال أبغى أطور من نفسي أبو قيس يا جماعة الخير اتصل على الرجال هذاك ولكن صادف أن الرجال هذاك يقول أنا أنهيت علاقتي مع الجامعة وتعدى عمري السن القانوني للتدريس ولي أصلا سنتين أو سنتين ونص وأنا متقاعد ولكن أنا عندي مكتب تحقيق إذا هو يبغى يشتغل معي بالمجان ما عندي مشكلة خليه يتواصل معي أبو قيس مباشرة قال القيس قال قيس إيه أنا بغى أشتغل معه ورح أتصل عليه إذا كان هو نفس رقم القديم يقول قيس صدق وأخذ الجوال وطيت طيت 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 واتصل عليه قلت مرحبا كيف حالك أخبارك طيب أنا قيس قال لي الرجال مرحبا يا قيس وحياك الله إيه نعم كلمني أبوك بخصوص موضوعك إذا أنت حاب تشتغل معي تعال قابلني في المكتب حقي والمكتب حقي تحصل في أحد العماير المخصصة للمكاتب كذا عمارة كبيرة كلها مكاتب محامين ومحققين يقول حدد لي الدور وحدد لي الرقم وحدد لي المكان اللي هو موجود فيه يقول والله وأخذ سيارتي وأتوجه لين عنده وقف تحت وافتح الباب وأدخل هذه العمارة الدور الثالث المكتب رقم خمسة طاق 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 أنا قيس قال ليه يا جماعة الخير ينفتح الباب طاق طاق وادخل عليه قلت مرحبا وما سهلا هلا والله قال لي أسترح يا قيس أبغاك شوي ولكن بنهي مكالمة الآن وبعدها بصير أسولف معاك وعلمك الموضوع كامل وصدق يا جماعة الخير وانتظرت لين خلص المكالمة حقتها بعدين قال لي يا قيس أقهد كيف حالك طيب إن شاء الله أمورك زينة قلت لي الحمد لله بخير قال لي قيس وش معنى تبغى تتعلم زيادة والشايف في نفسك عشان توصل لهذه المرحلة لي ما تخلص دراستك وبعدين تستمر في التطبيق وتخلص أمورك قلت لي يا دكتور أنا رجال أبغاش تغعى نفسي بدري بدري ولا أبغى تأخر والموضوع أكبر مما أنت تتوقع قال لي وش صاير قيت لأنا من قبل أبغى أصبح محقق أصلا ولا أبغى أصبح محامي قال يعني أنت بغى تدخل مجال التحقيق قيت لأي نعم أبغى أدخل مجال التحقيق قال لي خلاص زين المكتب هذا عندي مكتب تحقيق وراح أعطيك قضايا أبغاك تراجعها وتراجع الحلول حقتها وتراجع المشاكل وأسلوب المشكلة وكيف صارت وتشوف الأقويل المكتوبة داخل هذه المستندات أبغاك بس ثلاثة شهور تقرأ مشاكل الناس وتعرف كيف صارت وش قالوا عن هذا الموضوع عشان أنت تطور نفسك يقول قيس قيت لأ خلاص ما عندك مشكلة راح أبدأ من بكرة بس عطني الملفات المخصصة لهم بعدين قال لي الدكتور قال اسمع يا قيس الأشياء هذه سرية وأنا عرفتها لك بس من مبدأ التعلم فأنت بأحد يدري عن القضايا اللي موجودة داخل المكتب هذا وفي قضايا راح تشوفها ممكن يشيب شعر راسك منها لا تستغرب ثر الموضوع عادي مرة في قضايا في المستقبل راح تجيك أكبر من القضايا هذه بمليون مرة وقلت لأ أبد لا تشيلهم انت بس عطني المستندات هذه خلني أقراها وراجحها بشكل مفصل وبإذن الله لأمور زينة وصدق أجماعة الخير وقعد الدكتور هذا على الجهاز وشبك أجماعة الخير وحمل لي بعض الملفات وعطاني الهاردسك يا لتقدر تتصفحها إذا كان عندك كمبيوتر قلت لأي نعم عند أحمد خوي كمبيوتر راح أستخدمه بخصوص هذا الموضوع يا للي تثق في أحمد قلت لأي نعم أثق عطاني الهاردسك وعطاني معاه سلك صغير كده وانزلت من عند مكتب وركبت سيارة واتجهت يا جماعة الخير لبيتنا عشان أنام وأصحى اليوم الثاني وأروح للجامعة وصدي قويستمرو الروتين داخل الجامعة وأخلص من الجامعة وأرجع على طول شقةنا وأخذ اللابتوب حق أحمد وأشبك الهاردسك فيه وأستعرض يا جماعة الخير القضايا ليقد حلها الدكتور هذا يا جماعة الخير حصلت قضايا ممكن تشيب راس أي إنسان موجود على هذه الدنيا من قضايا مخدرات من قضايا قتل من قضايا اتهامات من سرقة أشياء كثيرة قاعد أقراها وكان مقسمها بشكل منظم وجميل صرت أقراها وأنا مستمتع ومنها صور والأدلة وكيف صارت وأسلوبها وهذا وش قال والقاتل وش قال وكاميرات التسجيل وش اسلوبها المهم يا جماعة الخير قعدت ما يقارب خمس ساعات رسميا ما تعدت جهاز أحمد وأنا قعد أقرا في هذه القضايا وأنا مستمتع فيها أشياء كثيرة مرة أفلاحظت يا جماعة الخير جلستي هذه الخمس ساعات والطلاعي على مشاكل الناس وقضاياهم أحس زاد معرفتي حرفيا إلى خمس سنوات قدام وأنا جالس بس خمس ساعات أتفرج على مشاكل الناس يقول قيس واستمريت على هذه الحالة ما يقارب ثلاثة شهور أو أربعة شهور المهم يا جماعة الخير ثلاثة شهور أو أربعة شهور كنت كل يوم أخذ قضية قضيتين وأقراها وأستمتع وأنا قاعد أقراها والزين في الموضوع كانت عند الدكتور هذا تسجيلات الكاميرا لبعض الحالات اللي صارت في علم الإجرام وكانت فيه تقارير مكتوبة كثيرة من شهادة الأدلة الجنائية إلى كلام الضابط أشياء كثيرة مسجلة داخل هذه الأدلة وبيني وبينكم تحسن مستواي الدراسي بشكل كبير مرة على أنه كان مختلف أنا الموضوع اللي قاعد أدرسه قانون ولكن التحقيق ما كنت أدرسه بشكل كبير داخل هذا التخصص كنت يعني أعرف أمور قانونية لو أختلف الموضوع هذا لو أنصرق من هذا ونفس الكلام هذا ولكن التخصص اللي أنا داخله يوم من الأيام رح يوديني لقسم التحقيقات وأصير محقت كنت مؤمن داخلي أنه في يوم من الأيام رح تصير هذه الحالة والمهم يا جماعة الخير في يوم من الأيام خدت البيانات والمستندات هذه ورحت للدكتور هذا مرحبا كيف حالك طيب أبشر قريت كل المستندات اللي أنت عطيتني إياها وأغلب القضايا بنسبة 80% طلعت عليها واسمعت لكل الأقاويل اللي كانت موجودة قال لي الدكتور اسمعي يا قيس أهم شي في علم التحقيق أنك تنتبه للأقاويل وتشخص الشخص اللي قدامك بشكل سليم لأن غلط بسيط ممكن تظلم أي إنسان قدامك فانتبه وأنا من الآن أقول لك تخرج أنت الآن وإذا تخرجت بإذن الله رح أقدر أشغلك معي ولكن أبغاك تكون مصحصح ومركز الآن مع دراستك لأنك في آخر سنة وصدق يا جماعة الخير وعطيتها الأغراض وعطيتها كل شيء وركزت في دراستي في يوم من الأيام على آخر أيام الدراستي طبعا أنا أروح دائما الجامعة بالسيارة وفي مواقف تحت الأرض مخصصة للطلاب وأدخل يا جماعة الخير كذا من تحت ولبك سيارتي وكانت ذيك الأيام المواقف فاضية لأني جاي بدري وفجأة كذا قدامي بعد ممكن ربع ساعة ونجالت في السيارة جت سيارة ووقفت قدامي وكانت السيارة هذه مغيمة أو مظللة بالكامل يعني ما أشوف أي أحد داخلها ولكن كان ما شدني الموضوع يعني ولا اهتميت له ولا التفت له دخلت للجامعة حقتي وخلصت موري وخلصت كل شيء تعرفون بعد ما تطلع يعني من الجامعة بعدها بخمس ساعات يكون فيه زحمة داخل المواقف وركبت سيارتي وأنا راكب سيارتي اللي أناظر ذيك السيارة اللي شفتها الصبح نفس محلها وواقفة وامورها زينة ولكن وش المشكلة؟ إن السيارة شغالة فقلت أكيد أن الرجال هذا عنده بريك وجالس داخل السيارة ينتظر محاضراته الثانية فطلعت من المواقف يا جماعة الخير ورحت للشقة حقتي ونمت وصحيت ومثل كل يوم كنت خلاص متجه للجامعة مرة ثانية وادخل يا جماعة الخير مواقف الجامعة وحصل السيارة لأمس واقفة في نفس موقفها ولكن السيارة طافية ونورها طافي بالكامل فقلت في نفسي أكيد الرجال هذا جابتني واليوم سبقني لازم بكرة أسبقه وطف في سيارتي وأنزل ومر من عنده وناظر في السيارة صدق السيارة طافية ولكن السيارة يا جماعة الخير مضللة بالكامل يعني ما أقدر أشوف منه الشخص اللي جوا وادخل جامعتي واخلص محاضراتي وأنا طالع يا جماعة الخير إلا أحصل في ناس متجمهرين عند السيارة سيارة الشخص هذا اللي كنت أقول لكم مضللة له مغيمة ومنشوفها حتى جواها والناس قاعدين يطقون طاق 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 ياسر ياسر تسمعنا لا حياته لمن تنادي وشوف في رجال جاي بكشاف من قدام ينور داخل السيارة ويقول إيه الرجال موجود موجود الرجال ولكن شكله نايم أو منغمي عليه ويطقون ويطقون لا حياته لمن تنادي جاء شخص جماعة الخير وجاب نفس الحديدة وكسر القزازة اللي وراء المثلثة دخل يده وفتح السيارة وفتح الباب أول ما فتح الباب شفت يد الرجال كذا طاحت على تحت قلت لهم يا جماعة الخير ووقفوا ترى الموضوع مطبيعي ولا حد يلمس أي شي تألوا ليه وش حاصل قلت لحد يلمس أي شي أي شي راح تسويه راح يغير أدلة الجريمة واتمنى من الكل يبتعد على السيارة يقول قيس أصلا من يوم ما شفت يده ويده طايحة نفس كذا والسيارة لها يومين ممكن والسيارة كملت ممكن 24 ساعة داخل المواقف عرفت الرجال هذا أنه ميت داخل السيارة يقول وخروا كلهم على السيارة وقربت هنا وقعدت ناظر فيه أناظر فيه الرجال تقد الحياة بالكامل خطة صابعي كذا وحطيتها عند خشمة أبغى أشوفه يتنفس أو لا ما فيه أي نفس فاقتنعت أن هذا الرجال مات داخل سيارته قلت لي لجنبي اللي كان يطق الباب ويكسر القزازة قلت لي أتصل على الشرطة الآن قل لي ليه وش حاصل قلت أتصل على الشرطة الآن الرجال فقد حياته داخل السيارة ولكن يا الرابع وأنا قريب عند الرجال قاعدة شم ريحة غريبة ريحة داخل السيارة ما هي ريحة إنسان مي ريحة كأنها مادة كيميائية ولكن ما أدري وشهي حسيت أن الوضع مبطبيعي ولكن سكت وقلت ما بغى يغلبني الظن على شي ممكن ما يصير حقيقي فسكت وانتظرت لين الشرطي جاء شاف الشرطي الموقف قال وخروا قف الموقف حتى شرطة صفر بعدها اتصل على حقين الأدلة الجنائية شو يمسحون ومدري إيش في لحظتها جت سيارة الإسعاد في نظام طبي لازم يستخدمونه لازم برضو لو الرجال ميت لازم يسوون تخطيط القلبة ويعرفون صدق قلبة وقف بالكامل سووا تخطيط قال ميد العسكري نعم الرجال مات والتخطيط عنده خلاص قاعد يبين أن قلبه توقع قال سجل على هذه الورقة ووقع على هذه ووقع العسكري ووقع حقين الأدلة الجنائية قال العسكري لحقين الأدلة الجنائية توقعون يعني ويش سبب وفاتها يلا توقعوا العلم عند الله أنها سكتة قلبية كلهم قال والله يرحم الله يرحم الله يرحمه والله كان رجال طيب سجلوا معلوماته وسجلوا كل شيء ولكن أنا ودي أتكلم بس ساكت لأني طالب قلت وش أفضل حل أسويه أتصل على الدكتور اللي هو خوي أبوي المحقق وعنده مكتب تحقيق أتصل عليه وأستفسر منه وأتصل عليه السلام عليكم كيف حالك طيب اسمحي طويل العمر الموضوع كذا 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 والرجال مات داخل السيارة يوم انفتح باب السيارة شميت ريحة غريبة ولكن عشان باب السيارة مفتوح من زمان الريحة هذه اختفت على طول المحقق هذا قال أتوقع اللي مات داخل السيارة مات بقضية قتل قلت طيب العسكري قدامي هل أدخل وأقول لا قال إي نعم إذا عندك شيء قيله لا تخاف يقول والله صدق وقاعد يشجع نفسي أقول يا قيس شد حيلك وكلمه قلت لي حضرة العسكري الرجال هذا ما مات بسكتة قلبية يقول لي يلتفتون علي حقين الأدلة الجنائية وحقين الإسعاف وينظروني كذا قالوا لي من انت عشان تتكلم زي كذا قلت لهم أنا قلت لكم أن الرجال ترى ما مات بسكتة قلبية واللي باين لي أن الموضوع فيه جريمة يقول قال لي العسكري قال لي عليش يعني أنت محقق معاك رخصة تحقيق معاك شيء كيف قاعد تتكلم كذا وترمي الكلام هذا ترى الشيء اللي قدامنا هذا قضية موت وانت الآن قاعد تخير في أسلوب الجريمة والكلام هذا ترى كلام محسوب عليك قلت له يا حضرة العسكري الرجال هذا ما مات بسكتة قلبية هذا الرجال مقتول قال لي أنت متأكد وش استدليت عليه عشان أنت تقولنا هذا الكلام كله قلت له بإذن الله إذا رحنا إن شاء الله المكتب الشرطة أنا رح أقابل المحقق ورح أفهم كل شيء ولكن لا تسجلون أن القضية هذه سكتة قلبية قال ليحنا أصلا مسجلينها سكتة قلبية سكتة قلبية ما نقدر نغير فيها شيء إذا عندك شيء تبغى تقوله اتجه بإذن الله بكرة لقسم الشرطة وقلهم اللي عندك قلت له زين زين واطلع جماعة الخير من عندهم إلى مكتب التحقيق حق خوي أبوي وقعد علمه السالفة وقلت أتوقع أن الرجال مات بأسلوب هذا وإنه مات عن طريق غاز وأحتاج أن يكون معي إذن عشان أفتش السيارة تقدر تجيب لي هذا الإذن؟ قال امش معي الحين مركز الشرطة كل اللي في مركز الشرطة يعرفونني قلت له متأكد قال يا رجال امش ويأخذي في سيارته ويشغل سيارته ونتجه مباشرة إلى مركز الشرطة ويدخل عليها مرحبا ومسأله هلأ والله كيف الحال؟ اللي قابل واحد قال له هلأ أبو فلان كيف حالك طيب؟ سمعت أن أمس فين فيه واحد مات في الجامعة قال لي نعم يقولون أن مات بسكتة قلبية قال لي يا بو فلان ما مات بسكتة قلبية الرجال الرجال مات مقتول أبغاك بس تعطيني إذن عشان أحقك في هذا الموضوع قال متأكد يا بو فلان قال أنت تعرفني زين وما رح أخيب ظنك عطني إذن أني أنا أمر أروح أشوف مكان الجريمة والسيارة اللي صارت فيها حادثة الموت هذه صدق جماعة الخير ويعطيه ورقة ويعطيك الشيء ويختمه ويعطيه إياه ويطلع هذا المحقق وهو قيس أركبه السيارة شوي للمحقق يقول لي أنا يا قيس قال لي اسمع يا قيس بأعطيك تجرب مدة 48 ساعة حلل في هذه القضية بقدر أنت ما تبغى حاول تستنتج إذا حليتها خلال 48 ساعة وعد مني راح أسوي لك شيء أنت ما تحلم بنيهائيا وشيء راح يفيدك في المستقبل قدام يتلعبك زين وصدق وارروح لين المكتب وينزلني عند سيارتي وأركب سيارتي وارروح جماعة الخير للحجز اللي كانت فيه سيارة وصارت فيه قضية القتل بتحت السيارة قاعد أدور أنبوبة غاز انفكت داخل السيارة عشان أقول أن الرجال هذا استنشق منها وجيت سكتة قلبية منها بحثت يا جماعة الخير بحثت ما لقيت ولا شيء دورت يمين يسار ما لقيت ولا شيء نهائيا كان يراودني الشك وأقول شكل كلامي كان خاطئ في ذيك الأيام يمكن تقول للعسكري طراها قضية قتل شكلها صدق سكتة قلبية وأن الريحة ذيك كانت ريحة عابرة ممكن وصير أبحث يميني سار ما لقيت ولا شيء وصدق يأست وحسيت الموضوع مبلي رحت للجامعة وطلبت من الجامعة أنهم يشغلون كاميرات المراقبة طبعا بالإذن اللي عطوني إياه أقدر خليهم يشغلون كاميرات المراقبة وأنا مرتاح ومر إلى قسم الأمن حقهم وصدق يستعرض لي كاميرات المراقبة ويعيد لي الوقت في لحظة دخول الرجال هذا للجامعة صدق دخل الجامعة وكانت السيارة مظللة وما هي مبينة أي شخص داخل السيارة صدق وقف الرجال هذا كان قدامي وأشوف سيارتي على يمين واللي بام في كاميرات التسجيل أني أنا نزلته بعده كذا بعشر دقائق نزل ودخل الجامعة بعد مرور ممكن خمسين ستين دقيقة رجع وجلس في سيارته وقفل الباب على نفسه بعدين قعدت أفكر أنا أقول ليه الرجال هذا قفل الباب على نفسه مستحيلم فيه رجال يوقف في المواقف ويتذكر أنه يقفل أقفال البيبان شيء غريب أكيد فيه شيء صار خلاه يقفل الباب حق السيارة وليه قفل الباب وضعه غير طبيعي المهم ولاحظة جماعة الخير أن السيارة وقفت في مكانها ما يقارف فوق الستة وعشرين أو الثمانية وعشرين ساعة واقفة ما تحركت نهائيا وفي لحظة وصول الطلاب والناس يطقون عليه القزازة يوم انفتح الباب وصار الرجال ميت داخل السيارة ما لحظت شيء غريب إلا ليه الرجال هذا يوم وقف قفل سيارته وليه قفلها وش السبب؟ رحت أول شيء أبحث عن نوع السيارة اللي معاه وأسلوبها في الأمان داخل السيارة يوم بحثت جماعة الخير عن نوع السيارة هذه لاحظت جماعة الخير أن السيارة هذه إذا طفت وبيباني السيارة مفتوحة تقفل الأمان من نفسها وتقفل السيارة عشان كذا يوم قضى البنزيم حق السيارة طفت السيارة من نفسها وبعد 15 دقيقة اشتغل نظام الحماية داخل السيارة وقفلت السيارة بنفسها هنا بديت أقتنع أن الرجال هذا مات موتها طبيعية قلت خلاص بكرة رح تكون آخر 24 ساعة لي يعني عن قرب والله يا جماعة الخير ما فيه شيء قاعد يثير الشبهات ولكن تخيلت أني أنا جالس داخل السيارة وين المكان اللي ممكن يدخل منه الأكسجين ويذبحني يكون هذا الأكسجين محمل داخل سيارتي قبل ما أدخل الجامعة والمكان هذا ما ينشأ جاء في بالي على طول أجماعة الخير اللي هو مكيف السيارة مباشرة لبست قفزاتي وفتحت الدرج حق السيارة وأنزل تحت بقوة لينغالتراك في مروحة مخصصة للتبريد داخل السيارة وأفكها وأصحبها إلا يا جماعة الخير لاحظتم فيه زجاجة معدنية لمادة كيميائية لو ستنشقها الإنسان لمدة ثلاث إلى خمس دقائق يتعرض إلى نوبات وصدمات قلبية وينتقل إلى رحمة الله مباشرة أول ما شفتها اتصلت على طول على الدكتور مرحبا يا دكتور كيف حالك طيب أبشرك لقيت زجاجة محطوطة داخل فتحة التكييف وكانت الزجاجة هذه تحمل مادة كيميائية قال لي لمستها قلت لا ما لمستها شفتها بعيني ومعرفتها من شكلها وكان مسجل فيها كل المعلومات قال اتصل على الشرطة وخلها تجيك الآن وصدق يا جماعة الخير وأكلم الشرط اللي موجود في نفس المكان لأن السيارة داخل حبس قلت له أسمع أبغى ينفتح ملف القضية هذا كامل وتعرض على المحققين واللجنة من جديد قال لي وش السالف وش صاير وقعد أشرح لأقال خلاص تم رح أسجل للآن أقاويلك وإنك مرخص من مزاولة التحقيق في هذه القضية قتلة زين زين وصدق يا جماعة الخير وتنفتح السجلات من جديد واللحظة هذه أنا الآن أبغى أعرف أنا أبغى أعرف الآن يا جماعة الخير من الشخص اللي قتل هذا الشخص هذه مهمة المحقق إنه يطلعها وروح تكلمت المحقق حقي وقال لي اسمع بما أنها محطوطة في فتحة التكييف فأي شخص ركب معاه حاول تسجل اسمه وتعرضه لأمور التحقيق فأي شخص ركب معاه تراه متهم ولازم نتكلم معاه ونحقق معاه ونعرف اشي السالف سوينا بحث سريع يا جماعة الخير ولاحظنا اللي ركبوا مع الرجال هذا اللي اسمه ياسر اللي توفى في المواقف وهم شخصين والشخصين هذولي معاه في الجامعة وكلهم ركبوا قدام ومنفردين لحاله يعني أي شخص يقدر يركب في المرتبة اللي قدام يقدر يوصل لفتحة التكييف هذه ويزرع فيها الزجاجة هذه وتصير تنثر داخل السيارة يقول قيس الآن أنا بغى أعرف من الشخص اللي حطها وطلع من السيارة مباشرة والغاز هذا كله قاعد ينتشر داخل السيارة يعني لو الرجال هذا زراحه داخل السيارة فأكيدنا رح يموت معاه الوقت قصير مرة من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق وزيادة على كذا المادة الكيميائية هذه من وين جابوها هذه المادة محظورة للاستخدام الشخصي الآن أنا أنتظر اسم الأدلة الجنائية وهذول يجون عند السيارة عشان يطلعون العلبة هذه وشوفون البصمات اللي عليها بدون ما أنا أخربها وألمسها بيد وأنا قاعد أبحث عن الشخصين هذولي اللي معاه في الجامعة فبحثت عنهم ولاحظت أنهم يا جمعات الخير يدرسون تخصص الكيميائي فعرفت أنهم جابوها من المختبر المخصص الكيميائي اللي داخل الجامعة فأرسلت للجامعة قلت من الشخص اللي يستخدم المادة هذه أو من لي عطاهم الإذن أن المادة هذه تسلم لهذول الطلاب ولكن لحد الآن ترى ما رحت وحققت معهم كل هذه بس تحقيقات وبحث قبل ما أواجههم وحقق معهم حرفيا يوم سألت قسم المخزون لداخل الجامعة أفادوني وقالولي ما ندري والرقابة عندنا في ذيك الأيام كانت ضعيفة فإعذرنا والله قتلهم رقابتكم الضعيفة سببت بمقتل شخص بدون ما إحنا ندري سألتم هل في كاميرات مراقبة مخصصة داخل المستودعات قالوا لي لا قتياخي شلون جامعة قديمة معروفة ما فيها كاميرات مراقبة علمهم عرفت الآن أنهم اثنين هم تخصصهم كيميا والرجال هذا يدرس معهم والقتل صار من الشخصين هذولي حاولتي مين حاولتي صار ما طلعت لي أي نتيجة إلا أحقق معهم تحقيق مباشر ولكن قبل هذا كله أبغى أعرف من الشخص اللي زرع العلبة هذه جوا وليه ما نسمت داخل السيارة لو كان راكب معاه وماتوا كلهم شوي يتصلوا علي حقيلها دلة الجنائية قالوا لي قيس قالوا لي تعالي القسم واروح القسم اللي يورروني العلبة قالوا أن العلبة هي نعم تحمل بصمات وفيها بصمات شخص والآن هي تحت المس قلت لهم طيب كيف انفجرت العلبة قالوا في اسم المختبرات أن العلبة مغاطبة بمادة كيميائية إذا تعرضت للبرودة تنفجر أو تنكسر لو برودة بسيطة لما تنكسر المادة هذه تنفتح وتنتشر داخل السيارة هنا عرفت أن الشخص هذا موقف الكل شي ويعرف وش راح يسويه بالضبط قلت أكيد أن الرجال اللي مات اللي اسمه ياسر الشخص الأخير اللي شاله معاه هو الشخص المسؤول عن موته قلت أكيد أنه استخدم طريقة ما أدخل العلبة داخل المكيف وفتحة التهوية وقفلها ورتبها يحتاج المكيف عشان يوصل لأقصى مراحل التبريد ما يقارب 15 إلى 20 دقيقة أكيد أنه على طول خلص مهمته وبعدها شغل المكيف وخل الرجال هذا يروح للجامعة وانخنق الرجال من المادة الكيميائية هذه وفقد حياته وصدق بعد ما اكشفوا البصمات يا جماعة الخير لاحظوا صدق يا جماعة الخير أن المتهمين هذول يطلع منهم واحد يحمل البصمات المخصصة لهذه العلبة هنا قيس حل أول قضية مرت عليه في 48 ساعة بسبب الدكتور اللي هو خوي أبوه بعد ما شجعه وعطاه المسؤولية أنه يمارس عملية التحقيق هذه قابل الدكتور قيس قال يا قيس اسمع قضية حليتها بشكل ممتاز ومنظم ومرتب وهذا اندل دل على دهائك عشان كذا يا قيس المفاجأة اللي كنت أبغى أعطيك إياها راح تكون سفرتك خاصة علي تتعلم في علم التحقيق ودل الجنائية خارج الدولة حقتنا يقول قيس بعد ما قال لي الكلام هذا استانست وناس غير طبيعية فعرفت أني راح أتقدم واتطور في هذا المجال يقول قيس يا جماعة الخير في اليوم الثاني اليوم الثاني هو يوم التحقيقات بخصوص هذا الموضوع اللي صار فأبغى الآن أسأل وأسمع الأقاويل من الثنين اللي كانت بصماتهم موجودة على العبواء اللي داخل المكيف رحت اتصلت على الدكتور نفسه اللي هو خوي أبوي فقيت له وش رايك نروح قسم الشرطة نبغى نستمع لقاويل ولو رحت الحالي ما راح يدخلوني لأن ورقة مزاولة التحقيق كانت باسمك وانت تعرفهم يعني وعندك علاقات وش رايك نروح أنا وياك لقسم الشرطة قال للدكتور قال لي خلاص ما عندك مشكلة شوي ونطلع أنا وانت للقسم وصدق يا جماعة الخير رحتوا من راية الدكتور واتجاهنا إلى مركز الشرطة وبالتحقيق في قسم مخصص للتحقيقات دخلنا عليهم وكنا بس مستمعين وهم قاعدين يحققون معهم ونسمعهم عن طريق سماعة وغرفة زجاجية سأل المتهم وقال لأن بصماتك بانت على العبوة وش الأسلوب اللي استخدمته خلاص يعني اعترف الموضوع ثبت عليك ما تقدر تلف ولا الدور مع ضغط المحقق في هذا الموضوع على المتهم اعترف المتهم وقال قال اي نعم قبل ما يروح ياسر الجامعة مر عليه شقتي ودخل عندي وأنا طلبت منه ريموت السيارة وقلت لأ أبغى أجيب بعض الأغراض حطها في سيارتك في اليوم اللي فات والمعترف أنا وياسر دايما نروح ونرجع سواء عشان كذا ما شك فيني يقول وانزلت وزرعت هذه العلبة داخل مروحة حقة الدفع حقة المكيف وياسر أصلا جايني في الصباح من المحتمل والاحتمال الكبير أنا راح يشغل المكيف حق السيارة فأنا على طول أصلا نسمت العلبة وحطيت المادة هذه من تحت العلبة يعني لو ما صار هذا يصير هذا يقول قيس وانا قاعد أسمع المتهم وقاعد يتكلم قاعد يتكلم طلاقة وعدم خوف قلت يعني وش قوة القلب اللي توصل الإنسان هذا انه ينتقم من ياسر وش الهدف من الشيء هذا اللي سواء علمهم قال انه بعد ياسر ركب السيارة واتجع الجامعة وما أدري اوه شغل مكيف السيارة أو لا على طول قيس بعد ما سمع الأقوال حقة هذا عرف ان ياسر مات عن طريق الأسلوب الخبيث هذا زرع علبة كيميائية داخل مروحة المكيف وخلاه يروح للجامعة والوضع كأنه طبيعي ممكن في لحظة الانتظار لمحاضرته شغل المكيف واستنشق هذا الغاز بشكل كامل ولكن السؤال الأهم والأدهى المحقق مباشرة سأل المتهم قال له طيب وش السبب اللي يخلاك تذبح ياسر وليه كنت تكن هذا القره الكامل له وليه يخليك تدفع انك تقتله يقول قيس المتهم سكت وما قال أي كلمة وكان متوتر وارتبت من هذا الموضوع يلا يلا تكلم قلي من ضغط المحقق على المتهم تكلم كان يذكر المتهم بأشياء تخليه يعترف يقول له يعني ترى انت قضيتك قصاص وانت يعني يا سجن مؤبد يا تشوف وضعك يعني يعني وضعك منتي في الأفضل انك تعترف كان رد المتهم متوقع وصادم في نفس الوقت كانت المشكلة اللي بينهم بسبب كانت حبوب يتعاطونها كان ياسر يصرق من هذه الحبوب ويبير حبدون علم المتهم ويقول المتهم انه شاف الحبوب هذه وطبعا الحبوب اكيد انها حبوب مخدرة موجودة مع ياسر داخل السيارة وتكررت هذه الحالة بشكل متكرر كنت يوم اسأل ياسر يقول ياسر ما ادري وما ادري وين اختفت هذا الشي اللي يقدمني اني انا اقتل ياسر وسبحان الله يا القلب المي ودائما المشاكل ما تيجي الا من وراء المخدرات ولعبتها قالنا طيب الان بما انك سويت هذا كله هل انت نادم على الشي اللي سويتها او لا يعني مستحيل انسان يوصل للمرحلة هذه بدون ما يندم على الاشياء اللي سواها في كيف طاوع قلبك انك توصل للمرحلة هذه بدون ما تكون لك ذرة خوف المهم انتهت هذه القضية وانتهينا من شرها وانا حصلت على الامتياز والتفضيل عند الدكتور اول محقق هذا عند خويه ابوي طرعتني اياه وقال لي خلاص ها اسمعت لقاويل يا قيس قلت لأي اسمعتها شوي قال لي اشوفك صرت تحب تسمع لقاويل قلت لأي نعم لان بعض الاحيان في الحياة هذه تشوف ناس وتتوقع انهم كويسين في حياتك وما توقعت في يوم من الايام ان صديق يقتل خوية عشان سبب تافه مثل هذا في استماعي للاقاويل يخلي عقلي يتوعى بشكل كامل ويوسع مداركي داخل التحقيق مسألت على طول الدكتور قلت لأي يا دكتور هل تنصحني ادرس في هذا التخصص الان ولا ازاو المهنة وبعده اصير اتعلمه قال والله اسمع انا افضل شيين في هذا المجال انك تلتحق بالسلك العسكري وتصير احد ضباط الاستخبارات واكلم املك ناس هناك اعرفهم او انك تدرس وبعده تطلع بعثة عن طريق السلك العسكري فاكيد انك راح تتعلم اشياء ما قد شفتها قال طيب انا ما بقى شي على نهاية الجامعة فترة وجيزة مرة تقدر تشوف لي هذا الخيار لان اشوفهو الخيار الافضل شو قال لي يا قيس انا تروعدت اني انا راح اوديك هناك تدرس وتصير ترجع تشتغل معي ولكن اذا تبغى السلك العسكري ابشر ما عندك اي مشكلة انا الان اتواصلك مع رجال والرجال هذا انامون عليه ومن اخوياتي وانشاء الله ما يصير خاطرك الا طيب قلتنا والله تسوي خير صدق يا جماعة خير ويطلع الجوال وطيت طيت 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 ويتصل على احد من اخويات مرحبا وما سهلا معاك ابو فلانك في حالك يا مرحبا هلا والله اسمعوا اخوك في احد من طلابي وانا اشوف هذا الطالب فلتة لدرجة انه هو فلتة حل قضية وهو داخل الجامعة ودي انه يلتحق للسلك العسكري ويصير ضابط وبعده تطلعونه في مجال التحقيق والبحث والجريمة قال الرجال هذا ابد ما عندك مشكلة بالعكس يشرفنا ان احد انت تشيد عليه وناخذه احنا ونعتني فيه قال له خلاص خلي يقدم اوراقة بعد ما ينهي الجامعة ويرسلي اسمه بس والرقم المخصص للطلب وباذن الله انا راح اراقب امره بشكل مكثف وعنقر لا تشيلهم ابد طبعا هذه المكالمة كلها انا قاعد اسمعها يتميد الدكتور الله يعطيك الحافية وبيض وجه ولكن ليه تسوي هذا كله ولاحظ انك ما قصرت معاي من البداية كان يقول لي كلمة والكلمة هذه اثرت فيني بشكل كبير قال احنا يا قيس موجدين في هذه الدولة واجب علينا نحميها ونساعدهم ان الدولة هذه ترقى لأعلى مكانه فهذا واجب اي مواطن يسكن في هذه الدولة العظيمة بس تشعرت من كلامه اني لازم اخدم دولتي وديني لان هذه الشيين واجب اني اسويها كنت اشوف كلامه حمل ثقيل وصدق جماعة الخير يقول قيس وتمر الايام واخلص الجامعة والحمد الله بمرتبة شرف اولى وكنت متفوق في مجال القانون وبعدها اخذ اوراقي وقدمه على السلك العسكري واكلم الدكتور عشان يكلم الرجال اللي قد تواصل معاه من قبل والله ويتواصل معاه قال لخلاص زين وصلني الطلب حقه وكل شي وامور ان شاء الله باذن الله راح تكون ممتازة اذا جيت رسائل القبول خلا يتواصل معاي ويمر الوقت اسبوع اسبوعين بما يقارب شهر الا تجي يا جماعة الخير رسائل القبول على جوالي تم قبولك في المنطقة الفلانية هذه في الوقت الفلاني هذا لازم تكون موجود ولازم تجيب معاك اللبس الفلاني هذا والشكل الفلاني هذا واستعد واقول لابوي اني خلاص راح التحق للسلك العسكري واصير احد الضباط اللي يخدمون هذه الدولة العظيمة كان لي ابوي فالك التوفيق والهمة الهمة يا ولدي واطلع يا جماعة الخير على طول الى قسم التدريب حق السلك العسكري هذا والتحق معهم وتمر الايام والحمد لله خلصت الدورة بشكل كامل وكانت مدتها ما يقارب سنة فانهيتها ولكن الان انا انتظر يحددون القسم اللي راح اشتغل فيه جمعونا وكانوا يقولون لكل واحد باسمه انت في المنطقة الفلانية هذه وانت هنا وانت هنا وانت هنا الا انا وما يقارب معاي خمس او ست طلاب نهائيا ما قالوا اسمي شوي جان الرجال اللي اتصل عليه الدكتور من قبل ومعاه كان ما يقارب 11 شخص او 12 شخص وكانهم المتدربين ناداني قال لي قيس تعال وينادي الناس الثانين المهم مجموعنا صار ما يقارب 20 شخص جمعنا ودخلنا الغرفة قال اكيد انكم استغربتوا لانكم ما سمعتوا اثماءكم داخل الميدان واناكن يا جمعة الخير احنا اخترناكم بعناية راح نطلعكم بعثة تدرسون فيها وتتعلمون فيها بشكل اكبر بالعين عليكم انكم يوم من الايام راح تدخلون في مجال شوي صعب ومختلف كان يقول في ناس راح تدخل مجال التحقيق وفي ناس راح تدخل مجال التفتيش وفي ناس راح تدخل مجال الادلة الجنائية كان يتكلم يعني بشكل يعني قوي مرة وبشكل صلب وكان يرى المستقبل في عيوننا قلت له زين زين لا تشيلهم هو قاعد يتكلم معنا انا حرفيا عقلي راح لمنطقة ثانية مرة وصورت اهوجس في اشياء كثيرة وكنت دايما اقول ان الحلم تحقق باذن الله وما تضيق الا وتفرج خلاص بعد المعانات هذي كلها الحمد لله قدرت اوصل للشي اللي انا ابغاه فحددنا التاريخ اللي نتقابل فيه ونجهز فيه كل اغراضنا والتاريخ هذا كان بعد اجتماعنا بما يقارب ثلاث اسابيع عشان يعلمنا المكان اللي راح ندرس فيه ونلتحق فيه ونتعلم فيه كامل الاشياء وجيناه يا جمعة الخير بعد اسبوعين من الاتفاق اللي اتفقناه وفوجهنا وقال انتوا راح تدرسون في الدولة الفلانية هذه وانتوا راح تدرسون في الدولة الفلانية هذه انا ومعاي كان ما يقارب ست طلاب قال انتوا راح تطلعون للولايات المتحدة اللي هي امريكا وراح تدرسون في قسم مخصص للتحقيق والعدالة الجنائية وراح تتعلمون هناك اشياء كثيرة راح تفيدكم في المستقبل وفشدوا حيلكم يا ابناء الوطن يقول قيس طلعت وانا فيني حرفيا طاقة غير طبيعية وراح تقلت لأبوي وقلت لأمي وعلمتهم اسلوب الدورة اللي راح نجلس فيها هناك وكانت البعثة هذه بما يقارب سنة وست شهور راح يعلمونا اشياء مختلفة وبرضو السكن اللي راح نسكن فيه راح يكون سكن عسكري طبعا اذا كنت انت رايح ورايح مع الدولة فاكيد راح تحس بانتماء وتحس بقوة عظيمة لا اله الا الله يقول صدق وجاء ذاك اليوم ونتجه المطار ونركب الطيارة وننزل من المطار طبعا الطيارة اللي ركبناها مو طيارة عيدية كانت الطيارة تشيل حربيا عسكر بالكامل يعني ما فيه اي فرد معنا لان هذه الطيارة راح تنزل فيه منطقة عسكرية مخصصة العسكر في مستحيل ان احد من المدنيين يكون موجود هناك والله نزلنا وقابلنا هناك احد الرتب العليا وكان هذا الشخص كبير في العمر بشكل كبير وكان يتكلم معنا ويقول انا جون وانا اللي راح امسك تدريبكم بالكامل وصار يعطينا الخطة اللي راح نمشي عليها من بداية هذه الدورة الى نهايتها والرجال حرفيا كان حبيب وكان يحب يعلمنا بشكل مكثب وصدق يا الربع وصار يشرح لنا ويعلمنا اساليب مختلفة بالتحقيق وبرضو كان يعلمنا كيف ندرس هيئة الجسد اللي قدامنا وكيف ندري ان الشخص هذا كاذب او صادق وشلون احنا برضو نستغل كل نقطة قوة فينا كان يتكلم على اشياء كثيرة ومنها ان الجريمة دائما تكون ناقصة مهمة المحاقق انه هو يكملها ويكتشف الحقيقة كان يقول ممكن تعتقد ان 99% انك وجدت الحل ولكن 1% اذا حصلتها ممكن تنقلب الطاولة بالكامل فاتمنى انكم تركزون في هذا المجال ولا اخفيكم استمرت الايام وانا قاعد اتعلم على يد هذا الشخص لي اسمه جون وكان يودينا بين فترة وفترة لمناطق عملية وبرضو كان يجيبنا مجرمين من السجن نحقق معهم ونحاول نكتشف وش الجرائم اللي هم سوها واسلوبها طبعا الجرائم تكون مكتوبة من قبل ومخلصة وخلاص وخالصة امورهم ولكن كان يقول ابغاكم تتوقعون الشخص هذا وش كانت تهمته من سواليفكم معاه كان يجيب مساجين كذا خلاص صارت عندهم زي ما تقولون حسن سيره وسلوك يصورون يتفقون مع الشرط انهم هم يدربون العساكر الموجدين عندهم قلمهم تعلمنا اشياء ما قد شفتها في حياتي كلها ومرت الايام وبين فترة وفترة يعني كل ثلاثة اربع شهور ارجع لدولتي اسلم على الدكتور واسلم على اهلي بعدها ارجع من جديد للدولة حقتنا وعلى هذه الحالة لين خلصت يا جماعة الخير سنة ونص داخل هذه الدورة المكثفة يقول كنا ليل نهار داخل زي الكمباون وحياتنا كلها عسكرية بالكامل يقول درجة ما قدرنا نطلع برا نتمشى داخل امريكا ولكن كان الجو مناسب وجميل يقول قيس يا جماعة الخير المهم جت اللحظة اللي نعلم فيها التخرج ونخلص دورتنا هذه بالكامل وكانت مدتها ما يقارب سنة او سنة ونص وفي جو الضباط وبرضوا الرتب العليا وخذنا معهم صور وسلمونا شهادتنا ولكن يا جماعة الخير تاريخ التذكرة حقة الطيارة بعد سبع ايام من الان الا في واحد من الشباب كذا تكلم وقال وش رايكم في السبع ايام هذه نروح الولاية هنا قريبة تبعد عننا ما يقارب بالسيارة ست ساعات او سبع ساعات وش رايكم نطلع لها نغير جو لين يجي موعد الرحلة حقتنا طبعا هم طبيعتهم كل بين فترة وفترة ينزلون يتمشون في احد الاماكن هذه الا انا يا قيس كنت قاعد في الكمباوند ما اروح ولا اجي وقتي كله داخل هذا الكمباوند التعليمي ولكن ذا المرة قد خلني اغير جو قبل ما ارجع لدولتي وصدق يا جماعة الخير للرجال هذا يتصل على شخص والشخص هذا يملك نفس الكرافانات او الفانات هذه الصغيرة وقال لانا نبغى نروح للولاية هذه وما ادري ايش قال ابت خلاص بكرة باذن الله ساعة ستة الصبح انا موجود عندكم قلنا له خلاص في انتظارك صدق يا جماعة الخير وتجي الساعة ستة الصبح نركب الفان ونضف اغراضنا ونطلع على طول الولاية هذه طبعا الولاية هذه كانت ولاية باردة مرة المهم في احد الضباط اللي كان معنا قالوا ش رايكم يا جماعة الخير نمر السفارة حقتنا داخل الدولة هذه وترى بيت السفارة موجود داخل الولاية اللي راح نروح لها يتلابت زين خلنا مروا نسلم عليهم ونشوفوا شو وضعهم وهل امور زينة موب زينة ولكن قبل هذا كله نبغى نحجز لنا فندق بسيط وبعدها ننزل لهم قالوا خلاص تم احنا معكم طبعا كيف راح ندخل للسفارة هذه في واحد من لي معنا عنده علاقات داخل السفارة وعنده اصحاب يا الخنمر نسلم عليهم ونزيد العلاقات يعني قلمهم وصلنا للفندق يا جماعة الخير ونزلنا اغراضنا واركبنا السيارة من جديد متجهين للسفارة وندخل ونسلم عليهم يا مرحبا ومسهلا كيف حالكم طيبين كانت امورهم مستقرة وامورهم الحمد لله بخير جلسنا معهم ما يقارب سعتين او ثلاث ساعة وكوننا علاقات مع ناس موجودين هناك وبرضو تبادلنا الارقام معهم عشان لو صار شيء او يبغون شيء نكون موجودين عندهم قلمهم ونقضي ذيك الاجازة ونخلص الستة ايام ونص هذه وباقي اليوم ونروح للمطار وننتظر الرحلة حقتنا المحددة اللي راح نرجع فيها لدولتنا طبعا المطار اللي راحنا له اجمعت الخير مطار عادي مرة ماهو نفس المطار اللي جينا فيه قبل لان المطار اللي جينا فيه قبل كان مطار عسكري كنا لابسين لبس عسكري ونزلنا في ذاك المكان اما الان لا كان لبسنا لبس عادي مرة قلمهم ونرجع لدولتنا ويقابلون يجمعت خير الضباط والرتب العليا وسلمون علينا ويتحمدون لنا بالسلامة قالوا لنا وعدكم بكرة باذن الله راح نسوي اجتماع عشان نوزعكم داخل الدولة اللي يودون ايمين واللي يودون ايسار وعلى هذه الحالة يقول قيمس انا حطوني في مكان يبعد عن بيت الاساسي وما يقارب 350 كيلو الى 400 كيلو يقول منطقة ساحلية هادية والناس اللي موجودين فيهم هادية مرة ولكن جوها كان شوي حار وحددوا لي مكان اللي هو المكان اللي راح يكون فيه سكني طبعا السكن هذا مخصص بس للضباط وشغلي داخل قسم مخصص لامن الدولة نفسها قلمهم حددوا لي المكان وحددوا لي كل شي وروح ضبطت شقة وضبطت المكان حقي بالكامل وقالوا لي من الشخص اللي راح يكون مديرك داخل دوامه وروح ذاك اليوم واشغل سيارتي واتجه للمقر العمل حقي قل له قابل حارس الامن برا من معي وعطيه اسمي بالكامل قال لي تفضل ادخل موقفك هنا محدد شغل شغل مرتب وادخل وابحث عن شخص اسمه محمد محمد هذا وهو المدير حقي وهو اللي راح يمشي لي اموري كلها صار يسولف معي قال يا مرحبا ومسألة اهلا يا قيس كيف حالك طيب ها بشر تعلمت اشياء جديدة امورك زينا حس انك الان يعني جاهز قلت لان اجاهز من الان قال طيب بما انك جاهز من الان في مهمتين والمهمتين هذي عذبتنا بشكل كبير خلني ابدالك باول مهمة يا قيس وانا اعتبر يا قيس ان هذه المهمة من اسهل المهام اللي ممكن تحلها ولكن تحتاج نشاط وتكون مركز بشكل عالي يترى خلاص زي قال طيب موعدنا باذن الله بعد نهاية الدوام الساعة ثمان الليل ابغاك تجي المقر ترى المقر شغال 24 ساعة بتحصل اخوياك وربعك مدومين وبتحصل برضو ناس جديدة موجدين جوا ابد توجه مباشرة للمكتب حقي وترى كل اللي موجدين في القسم وصل اسمك لهم ويعرفون انك انت جاي من برة ومتعلم في التخصص هذا قلت له طيب زين وصدق يالربع وتجي عالساعة كذا 57 دقيقة انا واقف عند باب المقر وادخل بالسيارة والبك وانزل ووصل لين المكتب حق الضابط محمد مرحبوا مسهلا اهلا قيس تعال او شيء ابغا اعرفك عالقسم كامل قل لي يا جماعة الخير شفت اشياء ما قلت شفتها في حياتي كان يقول لي شفت هذا القسم هذا مسؤول عن الامور هذي وادخل هذا القسم كله شاشات وناس قاعدة تخطط وناس قاعدة تشتغل ليل نهار شفت هذا القسم هذا القسم مخصص الاشياء هذي وهذا القسم مخصص الاشياء هذي صار يشرح لي اشياء عميقة ما كنت اصلا مستوعبها قبل وهنا الناس المتخصصين في حماية الاشياء ذي وهنا ناس متخصصين في حماية مثلا الاجهزة والامور هذي احنا هنا هذا شغل طبعا الاشياء اللي شفتها هذي كلها رأي اشياء سرية تخصها من الدولة فأتمنى انك ما تتكلم على اشياء اللي تشوفها كي تلعب شريع طويل العمر يقول قيس ايقنت في عقلي اي شخص راح يغلط داخل الدولة هذي راح نقدر نجيبه من اي مكان كل شغلة لها تيم معين جنود مجندة تشتغل بشكل مرتب ومكثب ما تتوقف عن العمل نهائيا كي تلعب يا محمد الان واش تبغى مني بالضبط واش هي المهمة اللي انت قلت لي عنها قال لي طيب ادخل معاي المكتب قال لي اسمع يا قيس في شركة كبيرة 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 مرة مرة الشركة هذي كبيرة مرة وهي احد اكبر الشركات الموجودة عندنا تواصل معنا مدير الشركة وانصدمنا اصلا يوم تواصل معنا قال ان في موظف موجود عندي كان يصدر قرارات ويصدر اشياء عن طريق الكمبيوتر ويبيع الاوراق هذي يعني اجماعة الخير يقدر يعدل في القرارات ويعدل برضو في الامور المالية ويطبحها بورقة ويسلمها اي شخص او يبيعها لاي شخص والاوراق هذي كانت تجيب فلوس يعني يحلل الموضوع هذا يحلل لشي هذا الشخص هذا يستخدم صلاحيات ماهي بصلاحياته كان يخلص امور الناس بفلوس عن طريق الجهاز حقه ولكن ما قدرنا نثبت عليه اي شي حربيا كان يمشي بانتظام في حصنة جيزتا في حصنة كل شي ما قدرنا عليه نهائيا قلت لي الضابط محمد عطني وقت تفكر وباذن الله راح حصل لك فكرة تكون كويسة تخلينا نصيد هذا الشخص ولكن عطني يعني سبوع وسبوع ونص وباذن الله خير شوية الضابط محمد عطاني سجل قال اسمه هذه الاشياء كلها اللي بحثنا فيها قال تعبنا معاه بشكل كبير لو تحصل حل يا قيس صدقني راح تسوي انجاز عظيم مرة المهم يقول قيس رجعت للبيت واستقريت فيه وجلست افكر كيف احل هذه القضية قضية شخص يستخدم الاوراق هذه ويبيحها او ينهي معاملات الناس ويقبض بعدها مبلغ مادي كيف اقبض عليه وشلون اول فكرة كلاسيكية قلت راح اسويها لازم اسوي نفسي اني شخص حايدي وعنده معاملة داخل الشركة يبغي يخلصها ولكن تنقصها ورقة ورقتين قلت خلني ابدأ في هذه اليوم يقول واتج على طول المقر حقنا وادخل عليهم مرحبوا ومسهلة كيف حالكم طيبين ابغي جماعة الخير تيم يجهز لي معاملة ويدخلها على هذه الشركة كأننا احنا شركة صغيرة تعرفوني جماعة الخير نظام الشركات تكون تتعاقد مع شركات صغيرة عشان تسهل لها بعض الامور مثلا نعطي مثال شركات البناء الكبيرة دايما تروح تستأجر القوالب المخصصة لصب الاسمنة ما تشتريها نهائيا لا تستأجرها ولكن من الشخص اللي يعرض المناقصة هذه على هذه الشركة عشان تقبل بهذا الشي يقول راح ادخلهم عن طريق هذا الباب واذا مشت معاي راح اقدر اطرحها واسلمها للقضاء وصدق جماعة الخير التيم حقي جهز لي اوراق او مناقصة عشان ادخلها على هذه الشركة وانتظر الرفض منه عشان اساومة بالمبلغ المادي او اقدم له رشوة ويجي ذاك اليوم واروح للشركة حقتهم وادخل عليهم وقول لهم عندي مناقصة حاب اقدمها على شركتكم قالوا خلاص راح نطلع عليها وقعدت ولا ممكن ساعتين الا هوم اعطيها رفض وقلت راح اراجعهم وابغى اقابل الشخص هذا نفسه اللي هو مديرهم واعرض عليه الرشوة واذا قبل كذا راح اكون ثبت عليه استلام الرشوة وادخل عليه وقعد اسولف معاه ولكن يجمعت الخير اللي صدمني انه كان رافض رفض ثام وقال انا ما اقدر امشيها وانتوش تعتقدني تعتقد اني انا شخص مرتشي قلت لا هذا الشكل صدق شخص ما يقبل الرشوة واخذ وراقي من عنده واطلع قلت ممكن يتصل بعد ساعة ساعتين حرفيا لا حياته لمن تنادي قعدت على هذه الحالة ما يقارب ثلاثة ايام وما جاني اي تواصل منه افرحت اشوف الشركات اللي هو كان موافق عليها ودافعين لفلوس بسببها لاحظت ان الشركات هذه متكررة واسماها وحدة ولكن الان افكر في طريقة عشان انا اقدر اثبت عليه هذا كله وتمر الايام يا جماعة الخير وبعد ما يقارب 14 و 15 يوم طلعت لي فكرة مرة جبارة ابغاك تغير الاجهزة وخاصة اجهزة طابعة الاوراق ابغاك تغيرها لاجهزة ثانية وانا رح اعطيك اسم الشركة هذي وابغاك تطلبها عندك وبالاخص ابغاك تغير الطابعة اللي في مكتبه ولي في مكاتب اخوياه واصدقائه عشان اذا شافها ما يستغرب قال لي ليه وش الموضوع يعني وش يخص الطابعة وليه احنا يعني نغير الطابعات كلها عشان الرجال هذا يعني كذا بنخسر حوالي 10 او 11 طابعة قال ما عليك سو الخطة اللي راح اقول لك وباذن الله راح اثبت عليه كل شي طبعا مدير الشركة انصدا من قيس يعني وش يبغى منه بالضبط وش دخل طابعة هذي قال له خلاص سلمني اسماء الطابعات وراح نوفرها باذن الله خلال اسبوع وصدق يا جماعة الخير قيس عطى مدير الشركة مواصفات الطابعة اللي يبغاها وطلب مدير الشركة الطابعات ودخل هذه الطابعات على اجهزة حقتهم ولكن قيس وش كان يفكر فيه طابعات هذي اللي طلبها اذا جت تطبع الورقة اجماعة الخير بتحط فيها علامة بالآي بي حق الجهاز واليوزر والعلامة هذي متبان اللي لم يسووا لها مسحة او عن طريق الاشعل بنفسجية رايبوا ساموا وش الفائدة من هذا كله راح اعلمكم وش الفائدة من هذا كله اليوزر راح يعلمنا من الشخص اللي يسمح ان الامر هذا يتم والآي بي اللي هو العنوان حق نفس الشبكة راح يعلمنا الجهاز هذا جهاز مين من وين صدر هذا الامر بالضبط ومن اي طابعة خرجت هذه الورقة وتمت تعميدها وتثبيتها وصدق يا جماعة الخير بعد مرور ثلاثة ايام او واربع ايام يقول مدير الشركة ترى الرجال لحد الان مستمر في صرقاته وش نسوي معه قلت له اسمح الان نبغى نطلع كل الاوراق اللي تم اعتمادها وتجردها جرد يدوي يعني تطلعها وتتابعها وتشوف ايش وضعها والورقة اللي تحصل فيها خطأ وتحسن فيها تلاعب مالي جب الورقة نفسها قال له خلاص زين زين وصدق مدير الشركة راح بنفسه وجهز الاوضاع وراح يشيك على اوراق وطلع الاوراق اللي اعتمدت من داخل الشركة وبطرق غير قانونية لما يروح يسألهم يقولون ما ندري من اعتمدها طيب الاسم هذا هذا هو اسمك يقول لا انا تحتي سبعة وثمان موظفين يعني الرجال هذا عبقري اللي قاعد يتلاعب في الشركة والشركة ما تقدر تطرحها الا بالاسلوب هذا فراح خذ المدير الورقة وراح له قال الورقة هذه انت اللي مطلع تنفيذ امرها ناظر الورقة قال لا هذه مو من عندي قال مديري الشركة زين وياخذ الورقة هذه ويجيبها عندي يا قيس قال قيس اكشف عليها ويكشف عليها قيس يا جماعة الخير ولاحظ ان الورقة طالعة من نفس الشخص ومن نفس اليوزر حقه بعد ما سوولها مسحة كاملة بالبيانات حقه الورقة فهذا كان دليل انه يثبت تلاعب هذا الشخص بالاوراق المخصصة للشركة وحكموا عليها القضاء بالسجل والغرامات المالية هنا قيس انهى المهمة هذه بنجاح انهاها بشكل ذكي وعبقري وعرف من الشخص اللي تلاعب بالشركة عن طريق الطابعة هذه فارتفع اسم قيس في القسم وكلم مديرا لهو محمد وقال لاني انهيت المهمة بسلام والحمد لله ثبتت الموضوع على هذا الشخص مسأله محمد سؤال يعني وارد قال له يا اخي كيف سويت هذا كله فقال سويت هذا الموضوع كامل بخطة ذكية وما كان يتوقعها نهائيا قال له محمد طيب وش الخطة اللي سويتها جرى علمة كل شي محمد المهم قيس علم محمد بالاسلوب اللي سواه فعرف هنا محمد ان قيس كان شخص حرفيا داهية وتعلم بشكل مرة ممتاز كان الدورات اللي خداها في امريكا فادتها بشكل مرة كبير المهم قيس مباشرة سأل محمد وقال له قال له محمد وش المهمة الثانية اللي قلت لي انها هي اصعب مهمة ممكن تمر علي ممكن تعطيني تفاصيلها عشان ابدأ فيها من الان قال له محمد بشر ولكن الموضوع هذا لازم ينتهي بشكل سري وممكن تتحول يا قيس من شخص يداوم بشكل رسمي الى شخص يشتغل بطريقة متخفية يعني شلون قال رأ علمك كل شي ولكن مو بالان تعال لي في نفس توقيت ذاك اليوم خلني اجتمع وعلمك كل شي وبيلك التفاصيل لان التفاصيل مرة كبيرة قال له قيس ابشر اجل موعدنا باذن الله اليوم بعد الدوام قال خلاص في انتظارك وصديق اجمعت الخير يقول قيس ريحت شوي وخلصت بعض الامور المخصصة للبيت وبعد ما انتهى الدوام الرسمي المخصص لهم قال لي الموضوع بما فيه يا قيس موضوع طويل مرة والموضوع هذا لاحظناه له ما يقارب سبع او ثمان سنوات قتاح شو الموضوع قال هو يعني يصير بين فترة وفترة يعني في الثمان سنوات هذه صارت ممكن المشكلة هذه لستة او سبع طلاب قال السالفة فيها طلاب شو السالفة قال طيب يا طويل العمر الموضوع بما فيه في احد الجامعات عطتنا اشعار قبل فترة والاشعار هذا كان خريب شوي قالت ان طلابنا يكونون عندنا كويسين وبعد ما نبتعثهم يصيرون بحالة ثانية كنت اقول انا ذكريا ممكننا يعني طيش شباب يمكنهم دخلوا في مشاكل يعني عيدية وعرضتهم حربيا انهم يدخلون للسجن قتلا سجن شلون سجن ترى علمك كل شي يصبر في طلاب اطلعوا من ذيك الجامعة ودرسوا في احد الدول وبعد ما درسوا هناك كانوا الطلاب هذول عباقرة مو طلاب عيديين ولكن اللاحظ في النهاية ان هذول الطلاب اغلبهم يروح مسارهم انهم ينسجنون قال والله ما ادري يحصلون معهم مثلا مواد مخدرة مرة يحصلون معهم اسلحة فانا استغرب من هذا الموضوع فكيف طالب عبقري وذكي وعقلة فراسة يسوي كذا في نفسه مستحيل انها يعني ممكن اول واحد ثاني واحد ولكن لحد الان سبع طلاب قتلا طيب الحين وينهم قال الان كلهم في السجون قتلا يعني طيب اش تبغاني يسوي قال انا الان السبعة هذول باذن الله يخلصون محكمياتهم يطلعون في طالب قبل ما يقارب عشرين او خمس وعشرين يوم احنا هناك مسويين لحماية ولكن وضع في خطر وما قدرنا نحصل حل ونطلع من ذيك الدولة ومو راضي يتكلم ويعلمنا وش الموضوع اللي صار له يعتقد ان الشباب اللي موجدين هناك وقاعدين يحمونه يبغون يلقون عليها القبل قتلا طيب وش بعد؟ يقول صار الولد هذا ينحاش مننا ويهرب من مكان الى مكان وحرفيا عجزنا نلقاه ولكن يطلع لنا كذا بشكل مفاجئ في مكان معين وبعده يختفي ما نبغى الطالب هذا ان الحكومة تلقي عليه القبض وحنا ما نعرف وش موضوعه لحد الان فابغاك يا قيس تتولى هذا الموضوع بالكامل تهلنا قيس ابشر وما يصير خاطر كله طيب عطني بس جلة وبياناته والمنطقة اللي وصل فيها اخر مرة وباذن الله خلال اليومين هذي اشوف لي اقرب تذكرة وانزل للدولة حقته قال لي زين زين وفالك التوفي بيني بينكم يا جماعة الخير قاعدت افكر بالموضوع حسيت ان الوضع غريب وحسيت ان الوضع يعني غير مصدق وشلون الناس هذولي ينتهون بهذا الطريق يا اخي شي مو معتاد فقلت الحل الانسد اروح انا بنفسي واشوف الموضوع بنفسي ولكن احتاج السجل يجيني باسمه وتفاصيله وصورته وجميع بيانات الخاصة فيه وصدق يا جماعة الخير في اليوم الثاني اللي رحت للمقر ويقابلني محمد قال لي خذ هذا الشخص اللي قدامه اسم هذا الشخص سعيد وبعمر لثلاثة وعشرين او لأربع وعشرين سنة وفي طولة وبصمات وعيونة وشكلة وكل شي حربيا وبرضو في الصور اللي تم التقاطها فيه في احد المناطق المشبوهة قلت لها زين زين باذن الله قريب رح اطلع للدولة هذي وباذن الله اني اجيبه وصدق يا ربع في اليوم الثاني جهزت شنطتي واغراضي واتجهت للمطار واركب طيارتي ثمان تسع ساعات الا انا نازل في ذيك الدولة طبعا نازل ما كنت عسكري نهائيا كنت باللبس المدني انا والله ما ادري ليه مخبي عنكم الدولة ولكن يا جمعة الخير كانت الدولة ايه امريكا والطالب هذا يدرس في احد الولايات اللي قد زارها قيس يوم كان في دورة التدريب وعنده ارقام الناس اللي موجودين في السفارة هناك المهم يوم وصلت هناك الا يتصل عليه مديري محمد سلام عليكم قيس كيف حالك طيب اسمع يا قيس راح اعطيك رقم واحد اسم الشخص هذا رشيد اذا طيب اش يسوي فيه قال الشخص هذا عبارة عن شخص جوكر مش معنى جوكر يا وسامة معناه يقدر يفيدك في اي مكان وفي اي زمان وفي اي توقيت قال الشخص هذا متعاون معنا من زمان ويقدر يقدم لك الخدمة اللي انت بغاها قال لي اي شيء اي شيء تبغاها اتصل عليه ولكن اذا اتصلت عليه قل له انك جاي عن طريق محمد وراح يضبطك من البداية للنهاية واذا ما صدق ويحسب انك قاعد تتلاعب فيه بعطيك شفرة وقلها له راح يعرف انك شخص موثوق قلت له زين زين وش الشفرة قال لي قل له سلاش اي هذا رمز احنا نستخدمه له وانه نرمز رشيد بهذا الرمز اللي هو سلاش اي قلت لم تأكد راح يعرفني قال لي من اول ما راح تقول هذه الكلمة راح يعرف انك شخص امن واخذ الجوال وططططططططططططططل على الشخص الذي اسمه رشيد مرحبا رشيد كيف حالك طيب قال لي من معي ومن انت كتا رشيد انا جايك عن طريق محمد رشيد سوى نفسه مجنون وكأنه ما يعرف محمد قال له من محمد قالje رشيد سلاش اي يوم قال لك اذا ردت فعل رشيد في التليفون كانت مختلفة على طول بدأ يشتغل معاي وقال لي وش المهمة اللي تبغاه وش الموضوع اللي تبغاني اخلصة قال الموضوع بما فيك فنفي طالب إحنا نبحث عنها الآن ولكن يتخفى بين مكان ومكان ونبغى نجيبه ووش تشوف أنسب حل أسويه قال إذا الموضوع كذا لازم نبحث عنه بحث يدوي وأنا رح أرسلك ناس برضو يبحثون عنه في كل مكان موجود هناك وإذا حصلوا بإذن الله رح أقوله ولكن زودني بصور حقه ومعلوماته وبإذن الله ما يصير خاطر كله طيب قلمهم في اليوم الثاني يا جماعة الخير كنت أنتظر التصال من رشيد وما وصل لي أي شيء أبغاه بس يعطيني خبر سعيد هذا وينه وين يسكن الآن وين متخبي ذيه بعد ممكن ما مر 48 ساعة إلى 50 ساعة جاني يتصل من رشيد أهلا كيف حالك يا قيس كويس الحمد لله بخير قال لي يا قيس الطالب اللي تقوله حصلوه في أحد الأماكن ويبعد عنك ما يقارب ساعة و50 دقيقة بالسيارة اركب الآن وتوجه إلى هذاك المكان ورح تقابل هناك شخص رح يعلمك كل شيء وول ما توصل للوكيش اللي رح أعطيك إياه رح أتواصل مع الشخص عشان يقابل قيت له تمام تمام وأخذ أغراضي وبعض الأغراض البسيطة بما أن الحي هذا حي مهجور وقديم خدت معي أجمعة الخير سلاح والسلاح هذا يعتبر سلاح مرخص يقول أخذه وحطه في حزامي وراء وأطلب لي أجمعة الخير تاكسي وأركب مع هذا التاكسي وأحدد للوكيشن شوي وإحنا نمشي كذا بعد مرور ما يقارب ربع ساعة و20 دقيقة قال لي ليه تبغى تروح المنطقة هذه هل تبغى تشتري يعني ممنوعات تبغى تشتري شيء من هناك إذا أنت تبغى تشتري ترى أقدر أوفر لك حرام أوديك هناك والمنطقة هذه خطرة قلت له لا لا أنا رايح أزور واحد من أقربائي وفوصلني هناك لهن بعد ما قال لي الكلام هذا عرفت المنطقة هذه ممكن أخطر منطقة راح أدخله في حياتي دام هناك يتعاملون بالممنوعات ويقول لي أنها منطقة خطيرة فأكيد المنطقة هذهك برضو ما يوصلها الأمن بشكل كويس عشان كذا سعيد تخبى في هذاك الحي وصديقة جمعة خير بعد مرور ممكن ساعة ونص من الرحلة الرجال هذا رفض يدخلني داخل الحي عند اللوكيشن اللي أنا عطيته إياه قل أقدر أنزلك هنا وأخصملك من الحساب شوي جوه ما أقدر أدخل لو بدخل بيكسرون سيارتي أو بيصرقوني ويوم قال لي الكلام هذا زاد الخوف خوف وتوترت شوي قتن الحالي لو بمشي في ذا المكان حرفيا بتوهك فاتصلت مباشرة على رشيد وقلت له خل خويك يجيني بالموقع اللي راح أرسله لك لأن التاكسي رفض يوصلني هناك اللي رشيد قال لي لا تنزل من السيارة وخلي ينتظر ويحسب لنفسك 20 دقيقة وهو عندك صدق وأرسله الموقع كذا بعد مرور 20 دقيقة اللي يجيني الرجال هذا اللي هو خوي رشيد قال لي أنزل تفضل وأنزل وركب معاه في سيارته قال لي اسمع خويك شفناه ممكن قبل أمس وأنا متأكد إنه ولكن اللي باين عليه أن الشخص هذا ماله في الخراب نهائيا وشخص سليم مرة واللي سمعت إنه دافع فلوس الشخص جوه هذا الحي عشان يحميه من الشرطة بدخولك لهذا الحي وإنك أنت تطالب بهذا الشخص اللي اسمه سعيد راح يعرض حياتك للخطر تعد تقلب الموضوع في راسي وقلت وش أسوي الآن الحين حياتي بخطر عشان شخص أنا أبغى أحميه ويعتقد أني جاي أبغى أقبض عليه فقلت لرحناك وبإذن الله بتتسهل الأمور وهو قاعد يمشي أنا قاعد أفكر وأدور فكرة إلا السواق وصل لهذه المنطقة وجنبي خوي اللي هو رشيد قلت له هنا المكان قال هنا أنزل قلت له آمن قال آمن دامك معي قلت له طيب أنت ما تقدر تكلم الرجال هذا قال الرجال هذا مشكلته متسيب وشخص عنده سلسلة إجرامية كبيرة في تدخلي في أعماله حرفيا راح يعرف حياتي للخطر الحل الأنسب إنك أنت تروح تكلمه وتعرف عليه مبلغ مادي عشان يسلم لك سعيد وترى اللي هنا مو نفس اللي عندكم هنا عائدي تعطيه فلوسي يبيع خوية ويبيع أهلة لو تبغى قلت والله فكرة بس كم المبلغ اللي راح أقدمه له قال شيف تبغى تسكته عاطه خمس آلاف دولار ست آلاف دولار صديقني راح يرضى ويسلمك سعيده بكبرى هو اللي راح يجيبه لك قلت والله هذه فكرة ممتازة وراح تريحني من العناوة أني أدخل في خطر قلت لخلاص أم شودني له وصدق خوي رشيد هذا يا جمعة الخير دخلني في أحياء قديمة أو يسوون أي رياضة تسلية موجودة في الشارع هنا أحس أن الحي هادي أما الحي اللي دخلته ما فيه ولا ذرة من الراحة حي مخيف وحرفيا كئيب ألمهم يأخذني ويدخلني مين يساري مين يسار في الفتحات الضيقة إلا إحنا عند بيت الرجال هذا ونطق عليه الباب ويفتح الباب شخص طويل عريض سمين فخم يفتح الباب قال ويش تبغى أنتوا هنا من أذلكم تطقون الباب إلا خوي رشيد على طول تفاهم معه قال إحنا جايين بخصوص موضوع الموضوع هذا يعني فيه مبالغ مادية يوم سمع سالفة الفلوس اللي يضحك قال قلولي وش تبغون قلنا له نبغى سعيد قال سعيد ما راح تقدرون تأخذونا نهائيا وهذا الرجال تحت حماية إذا كنتم أنتم رجال من الشرطة وجايين تبغون تقبضون عليه فنسو قال له خوي رشيد لا هذا الشخص جاي يحميه ويبغى يأخذ لدولته ناظر فينا كذا قال متأكد بجيب سعيد وإذا وافق زين ولكن كل شي بفلوس قلنا له يعني كم تبغى قال أنتم كم تدفعون على طول يقول قيس قلت له خمس آلاف دولار ناظر فيني كذا وقال لحظات شوي الآن أجيب لك سعيد لين عندك وصدق يربع مدة عشر أو خمسة عشر دقيقة قل له سعيد راكب مع واحد في دباب وجاي لين بيت الرجال هذا نزل لسعيد وكان عليه ملامح الخوف وأول ما شفته عرفت أن هذا الشخص من أبناء الدولة حقتي لأنه أشكال نباينة ومعروفة قلت له سعيد ناظر فيني قال هلا قلت كيف حالك طيب طبعا حد الآن سعيد قاعد يمشي رايح للرجال هذا قال لي بخير من معي قلت له أنا جاي أساعدك قال ما أدري والله جاي تساعدني ولا جاي تسجني ترى أخوياك من قبل حاولوا وما قدروا قلت له يا ابن الحلال أنا جاي عشان أحميك ولا تفشلني قدام الرجال وتراني جاي الحالي وانت سعيد اللي درست في المنطقة البلانية هذي ومادري إيش وقمت أعدد لأشياء سعيد بين مصدق ومكذب وصل عند خوية خلاص قرب لما قال لتبغى تروح مع الشخص هذا اللي هو طبعا قيس قال لا ما أدري أبغى أجلس معاه جلسة وتكونون أنت حولي وبتكلم أنا وياه وأعرف إذا هو صدق آمن أو لا قال لي زين وأخذ سعيد يا جماعة الخير وفي طاولة جنب بيتهم مباشرة والكرسي حقها صمو كرسي لا قبلك إذا ما صفوق فوق بعض ونقعد عليها قال لي سعيد اسمعني أنا جاي هنا والله العظيم لحمايتك واخوياي اللي جوق قبل كانوا يبغون يحمونك لي قاعد تهرب منهم يا اللي قبل تبغى تقنعني إنهم جايين يبغون يحمونني ولا يبغون يسلموني النفس الدولة اللي أنا فيها قال لي والله العظيم جايير نحميك تماشى معاي عشان أقدر أطلعك سعيد أهلك ينتظرونك في وطنك وبعدين وش السالفة اللي صارت لك بالضبط وانت رجال مالك في الأمور ذي شوي قال لي سعيد انت شو اسمك قلت لانا اسمي قيس قال لي اسمع يا قيس والله العظيم ما لي دخل نهائيا وانا شخص ماني راعي مشاكل ولا نيراعي خراب ولكن خويه في الجامعة دلني على هذا الشخص انه يحميني طيب وش الموضوع وش السالفة قال بعلمك السالفة وبفصل لك إياها بالكامل قال الله سلمك في يوم من الأيام كنت طالع من الجامعة وانا شاري سيارة كذا رخيصة اروح فيها وارجع يوم من الأيام وقفني رجل أمن يقولوا رجال الأمن دايما يعني متعود عليهم ولكن رجل الأمن هذا كان ينتظرني عند باب الجامعة عشان يوقفني يقول يوم جاي فتشني قال لي وقف عند باب السيارة وقفت عند باب السيارة وافتح له الشنطة يوم فتح الشنطة حصل فيها مواد مخدرة وبكمية عالية ومثل ما انت عارف رجال الشرطة اللي عندهم يحملون كاميرات تصور الأحداث اللي تصير ولكن أنا ماني رعي مخدرات ولا أدري من الشخص اللي يحط المخدرات هذه في سيارتي قلت رأى طيب يعني خلاص قبض عليك الشرطة كيف نحشت وصار معاك بالضب قال لي لا الشرطة جاء عندي وقال لي آه رعي مخدرات قلت لأ أنا رعي مخدرات أنا ما لي في المخدرات ولا لي في الأشياء هذه نهائيا قال تعال شوفها بنفسك يوم مناظر الكمية اللي في شنطتي إلا كانت كمية عالية مثل وبعد يقول رجال هذا صار يساومني قال لي أنا عندي أدلة تسجنك أقل شي رح تسجنك خمس سنوات إذا تبغاني أمشيك أبغاك تشتغل في بيع المخدرات لأحد الأشخاص هنا فانصدمت من كلامه وصدقته لأنه معا أدلة برضو يقدر يسجني فاشتغلت معا أول مرة وأنا حرفيا مالي في الأمور هذه ورحت وصلت بضاعة ولكن في ذاك اليوم رعي البضاعة هذا وضربني ضرب مو طبيعي وقلت والله ماعد أشتغل عنده ويصير ليصير قلت لا أيوة قال لي نعم وبعد أن حشت الله يسلم اللي عند هذا الشخص وعطيته فلوس عشان يحميني لمدة شهرين هذه وترى يومين ثلاث أيام وبتنتهي فترة الحماية حقته قلت ممتاز وبعده وين ناوي تروح قلت رح أطلع من المنطقة هذه واخليها على ربي يصير ليصير قلت لا أسمع سعيد الموقف هذا اللي صار معاك صار مع طلاب واجد فأكيد الموضوع هذا مدروس عشان يوهقونكم قال إيه نعم السنة اللي فاتت قبضوا على واحد بنفس الأسلوب إنه يبيع مخدرات ولكن ما أدري يستالفته يقولون يوم جو يبغون يستجوبونه ارفضوا يدخلون أي محقق له أو شخص يقدم له المساعدة ومانعينه من التواصل الخارجي نهائيا يقول قيز هنا استنتجت عشان كذا ما كانوا يعرفون ويش سبب سجنهم بالضبط وزيم مننا أننا حصلنا سعيد قلت له طيب يا سعيد بما أنك أنت ما شيت معي أنا راح أوريك شيء راح يثبت أني أنا جاي أحميه وطلع له البطاقة المخصصة اللي عملي قلت له شف ويأخذ البطاقة ويقرأ يوم قرأ هذا كله إلا سعيد يقوم ويحضنني قال أخيرا أخيرا حصلت مني رجعني تكفى لا تخليني يا قيز تكفى أني طالبك تكفى أني طالبك تكفى أني طالبك لا تخليني هنا وأنا قسم بالله العظيم ما لي دخل يقول قيز قلت له لا تخاف موضوعك بإذن الله راح ينحل وانت راح تمشي الآن وراح تكون في حماية راح أأخذك الآن وأستأجر لك مكانة باسمي وخلك داخل البيت لا تطلع وأنا راح أجيب لك الأكل وأجيب لك كل شيء لينه حصل لك طريقة طلعك فيها وصدق يا جماعة الخير واخذ سعيد معاي ووديه للسكن حقه وخلي يسكن جوه وياكل من الأكل الموجود قلت له لا تتحرك ولا تطلع ولا تخلي أحد يشوفك واطلع يا جماعة الخير برا المكان واتصل على طول على رشيد قلت له رشيد كيف حالك طيب الحمد لله ويصار معاك قلت له أخذت الولد والولد عندي الآن في الفندق قل الرشيد يقول لي دخلت الفندق قال لي أنت متأكد قلت له إيه قال لي لازم تطلع الآن الفندق فيه كاميرات مراقبة وتتعرف على وجيه المطلوبين اللي يدخلون ولا تستبعد أن الشرطة توصل في أي وقت قلت يا ولد قال لي إيه نعم طلع الآن وادخل على طول لسعيد قلت سعيد أمشي وأخذ يا جماعة الخير واركبه في سيارة قلت لحين سعيد الرجال معي في السيارة وين تبغانا نروح قال رح إلى منطقة السفارة حقتك وخلي الرجال يعيش هناك لين أحصل لطريقة أطلع فيها قلت له زين زين وأخذ يا جماعة الخير وأكلم خوية اللي قد قابلتها أيام الدورة قبل اللي تعرفنا عليهم يوم وصلنا هناك واتصل عليه مرحبا ومسهلا معاك قيس أتمنى أنك تذكرتني قال مرحبا أهلا قيس حياك الله وينك قلت لأنا في نفس الدولة حقتكم وفي نفس الولاية اللي فيها مركزكم أبغى خلي طالب عندكم تحت حمايتكم ويقولون أن إذا كان تبع حماية السفارة محد يقدر يتدخل فيه قال لي إيه نعم ولكن وين موقعك رح تجيك الآن سيارات السفارة والسيارة هذه محمية وممنوعة من التفتيش وحدد لهم الموقع صدق أبونه الساعة اللي تجينا السيارات وأركب معهم وأركب معهم سعيد ونوصل إجماعة الخير إلى المقر المخصص للسفارة وأنزل سعيد وأركب مع واحد منهم يوديني للفندق عشان أخذ أغراضي كلها ووديها لقسم السفارة وأنا على الطريق اتصلت على رشيد وقلت له قيتل أسمع رشيد تهمة الولد أن أمسك مخدرات داخل سيارتها وإن كان فيه شرطي يترقب للموضوع ومواضح إنه كمين قال لي هو وين يدرس في أي جامعة قيتل يدرس في الجامعة هذه قال لي طيب سيارتها وين كانت واقفة في المواقف المخصصة للجامعة ولا بره المواقف وتواصل مع موظف السفارة قلت عطني على طول سعيد قال لي سعيد لا كانت واقفة قريب من مواقف الجامعة ولكن بعيدة شوي قال لي ليه قلت بس أسألك واقفة هناك متأكد ويحدد لي المكان بالضبط وأكلم رشيد قال لي وين المكان اللي كان واقف فيه بالضبط أبغاه وأرسل لي الموقع لأرسل لي يا سعيد عن طريق جوال الشخص اللي في السفارة ناظر موقع قال لي أسمع عطني 20 دقيقة نص ساعة باتصل لك أنا الآن ما أدري وش يبغي يسوي رشيد ما أدري وش الخطة ليبغي يتبعها عشان يطلعنا من المشكلة هذه الكبيرة المهم وأوصل للفندق حقي وأخذ غراضي وخلاص وأسلم الشقة نفسها وأطلع منها وأنا طالع جماعة الخير صدق حصلت أن الحراسات الأمنية كانت كثيرة حوالي 4 و 5 سيارات شرطة وقعدت دور في نفس المكان فعرفت أن كلام رشيد كان كلام واقعي وحقيقي من كاميرات الفنادق تسجل وجيه المطلوبين وتبلغ على طول القسم يعني فيها نظام استشعار للناس المطلوبين وأنا طالع جماعة الخير واركب مع الشخص هذا نفسه اللي وداني اللي يتصل عليه رشيد قال لي اسمع يحمد ربا أنه كان واقب في ذيك المنطقة اللي راح أسويه راح الآن أكلم شخص يخترق الجامعة نفسها ويحاول يسحب تسجيلات الكاميرا نبغى نشوف من الشخص اللي يفتح الشنطة حقة الرجال هذا اللي هو سعيد وحط المخدرات فيها عطنا يوم يومين عشان الرجال هذا يحتاج أن يروح للجامعة يكون متصل بكاميرات الجامعة وفي شبكة الجامعة ويسحب كل تسجيلات المراقبة قلت له خلاص زين وأنا في انتظار وروح أصل السفارة وأنزل وقابل سعيد وأسولف معاه وكانت حالة النفسية متحسنة بشكل كبير فهديت وقلت إن شاء الله موضوعك راح ينحل وراح نطلعك من هنا بإذن الله سليم وما فيك أي شيء قال لي بإذن الله إنها تمر ذالي يام بسرعة كذل بإذن الله المهم ويمر اليومين يا جماعة الخير إلا يتصل علي الرجال لي اسمه رشيد أهلا هلا قيس كيف حالك طيب انت تتوقع إن الموضوع سهل ولكن ترى الموضوع يحتاج وقت طويل اللي تواصلت معاه قال الكاميرات الجامعة كاميرات معزولة ما أقدر أسحب التسجيلات إلا لين أحصل شخص مرتشي جوا أعطيه مبالغ مالية ويجيب لي التسجيلات بالضبط قلت لي طيب وش تشوف الحل الأنسب اللي أقدر أسويه وطلع فيه سعيد قال لي عندك طريقين طريق الأول راح يطول على ما نجيب التسجيلات وبعد نسلم سعيد للجهات الأمنية نخليهم يقبضون عليه بعد ما يقبضون عليه نروح نقابلهم بالأدلة ولكن أنا متأكد سعيد لو يدخل عندهم السجن والله ما يطلعونه لو يموت بما إنه شخص أجنبي ما راح يعطونا أي اعتبار لو إنه شخص من نفس دولتهم راح يحترمونه ويقدرونا تراهم ناس عدائيين شوي فأنا ما أرجح هذا الحل إنه إحنا نسلمه الحل الأفضل إني أنا أشوف لك خطة وتكون هذه الخطة أكبر عملية تهريب من دولة إلى دولة وأطلع فيها الشخص هذا اللي اسمه سعيد وما يصير خاطرك إلا طيب قلت له طيب هذه العملية كم تكلف من مبلغ مادي شوي للرجال هذا اللي اسمه رشيد ضحك قال مبلغ مادي أنت تحسبني أشتغل بالفلوس قلت لا بس ممكن يعني إنه تحتاج مبلغ مادي عشان تكلف قال لي أنا ما أنسى فضل خويك محمد علي الشخص اللي طلعني من الموت ورجعني للحياة من جديد يارب هذا العمل اللي راح أسويه إني أقدر أرد الدين اللي سواح لي أقول قيل سأنا استقرب قلت محمد خوينا ساعد الشخص هذا والشخص هذا يعني مو من نفس الدولة قدم له يد العون وساعده وخدمه فأكيد محمد ما وصل للمكان اللي هو فيه إلا إنه هو شخص يستاهل هذا المكان وإنه رجال راعي خير قلتنا أجل خلاص يا رشيد شوف الموضوع وعلمه قال عطني سبوع سبوعين بين الفترة هذه وراح أرجع أتواصل معه قلتنا تمام تمام المهم بعد مرور السبوعين إجماعة الخير إلا يتصل علي رشيد قال لي قيس كيف حالك طيب إن شاء الله قلتنا الحمد لله بخير قال لي يا قيس الشخص اللي اسمه سعيد قاعد أضبط له عملية تهريب إني أطلع من الدولة هذه إلى دولتكم ولكن ترى الموضوع خطير ويحتاج إنك تكون متسلحة بشكل أكبر قلتنا تمام وش الموضوع بالضهب قال لي أنا راح أطلعك من الدولة هذه ولكن راح تدخل بعدها إلى دولة ثانية ومن الدولة هذه إلى دولة أخرى وراح تمر على ما يقارب ست دول عشان تدخل دولتكم فأول دولتين أو ثلاثة راح تكون صعبة ولكن بعدها راح تسهل الأمور وتمشي بالشكل اللي أنت تبغاه قلتنا زين زين متى نبدأ نتحرك من هذه النقطة وكيف راح نطلع قال عطني ساعة وراح أتواصل معاك وراح أخلي شخص يجيك عند باب السفارة حقتكم ويأخذ السعيد ويطلع قلت لها تمام في انتظارك وبعدها يجمعت الخير رحت لسعيد وقلت للموضوع قلت لها سعيد اسمع الموضوع كالآتي راح نطلع ويجي شخص ويأخذنا ونروح من مكان لمكان وعلى هذه الحالة قال لي خلاص زين والله يكتب لي فيه الخير وبعد ممكن 40 دقيقة قال لي يتصل علي رشيد قال اسمع ياقيس الآن راح يجيك شخص معاه فان أبغاك تركبون معاه وقعد يكلم لي قلت له انس عيد يسأل يقول طيب ويش وضع دراسته هل يقدر يأخذ الشهادة والمواد اللي أتمها قال في هذه الحالة لازم أول شيء نطلع أن الشخص بريء مرة والتهمة اللي صارت له لازم نثبت فيها العكس ونطلع تسجيلات الكاميرا وهذه المهمة بإذن الله خلها علي قال لي انت هم شيء الآن اركب مع رعي الفان اللي راح يجيك وقام يحدد لي المواصفات حقه باللون الأسود والموتر ما راح تقدر تشوف شيء جوه كله مضلل فاركب معاه كثير تمام وصدق يا جماعة الخير بعد ما مر وقت بسيط كذا اللجت السيارة هذه وكنت أشوفها من كاميرات المراقبة حق نفس المقر اللي احنا موجدين فيه ونفتح باب السيارة ونركب معاه ونطلع من المقر اللي احنا فيه ويطلعنا يا جماعة الخير على دولة اسمها المكسي هذه الدولة اللي قال لي رشيد في البداية انها دولة خطيرة ولازم تنتبه الوضعك لان هناك الخطر عالي فأنا أصلا قبل ما أطلع حط سلاحي في الحزام لو صار شي مننا ولا مننا اللي أنا أسحب المسدس وأطلق على أي شخص يعترضنا والله يا جماعة الخير ندخل هذه الدولة بعد ما مرت ساعات طويلة ودخولنا كان لها بطريقة غير نظامية قبل ما نوصل للحدود حقتهم جتنا سيارة ثانية وكانت السيارة هذه من سيارات البر المهية أنها تمشي في الطرق حرفيا الوعرة واركبنا معاه ودخلنا لين داخل المكسي بعدها بشوي الرجال اللي كان راكب قدام قال أنا وصلت النقطة اللي محددة لي فالآن لازم تنزلون قلت وين نروح قال ما أدري وين تروحون أنا جاني أمر أني أنا أشيركم من هنا ووقفكم هنا المم وقفني ونزلنا المم يونزلنا من السيارة يا جماعة الخير على طول اتصلت على الرشيد قلت لنا الرشيد الرجال نزلني هنا وشو الخطة الآن قال أصبروا شوي وراح يجيك شخص ثاني راح يأخذه فإحنا قاعدين نسوي العمليات التضليلية هذه عشان ما حد ينتبه لنا وصدق أجماعة الخير أبو عشر دقائق ربع ساعة جت سيارة ثالثة واخذتنا يبغى تطلعنا يا جماعة الخير من المكسيك ودخلنا دولة ثانية ولكن الصدمة وين مسكنا هذا الطريق وعلى هذه الحالة كان يقولنا السواق أن تحتاجون سبع ساعات إلى ست ساعات بإذن الله نام سعيد جنبي وأنا قاعد أناظر الطريق وقاعد أشوف وشو وضع الطريق حرفياً اللي قاعدين نمشي معاه وهل راح ننجح أو لا شوين للرجال اللي قاعد يسوق وصل لنقطة حق التفتيش والنقطة هذه اللي هي نقطة التفتيش أول جمارك اللي تفصل بين الدولة ودولة الثانية وكان يقول لي الرجال اللي قدام قال فيه خطين يا نروح بحر أو نروح بر ولكن بر أفضل وأعرف شخص هناك راح يمشي لنا كل الأمور الممشينة وقفنا عند نقطة التفتيش اللي جمعة الخير وقفنا العسكري وقاعد يناظر ويفتش قال من وين جايين فرح أسئلة كثيرة علينا بشكل مكرر وبديت أقتنع أن الخطة ما راح تضبط شوين ناظر فيني كذا وناظر في سعيد نايم قال قومه قومه هذا وقومه قد سعيد وصحي شوين سعيد قال كذا مفزوح قال هلا وشو شوين جمعة الخير اللي يفتح باب الفان ويناظر 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 قال ما تقدرون تمرون من هنا الصدق أنا انصدمت قلت له ليه يعني واش الموضوع قال غير مصرح لكم بالمرور طهي بسبب ايش قال ما فيه اي سبب المكان اللي يجيتوا معاه رجعوا له ويقفل الباب بقوة ولا السواق يدور قلت له واش الموضوع قال شف من هنا يعرفون ان فيه ناس قاعدين يتهربون بشكل كثير لما يشوف اشكالكم يعرف انكم منتم من المكسيك معروفة الدولة هذي ان فيها يعني تسيب ودائما الناس يستخدمونها في التهريب عشان كذا لازم نرجع واتصل على رشيد واقول للموضوع شو رشيد قال لي هذي اهم نقطة لازم نطلع منها يقول اذا ما قدرنا نطلع منها فلازم نواجه القضية اللي صارت على سعيد ونرجع يا جماعة الخير مثل ما طلعنا من ذاك المكان ونرجع له من جديد وعلى نفس الحالة من سيارة الى سيارة الى سيارة ورجعنا الى مقر سفارة بعد ما مر يوم كامل من خروجنا منها وقلت خلاص بما ان الموضوع وصل هنا لازم اتصرف بالشكل المناسب والخطة الانسب والامثل اني انا اروح واطلع تسجيلات الكاميرا بالتعاون مع رشيد قلت الرشيد اقدر اقابلك هل انت موجود في الدولة قال لي انا تحركاتي وصعب اني اتحركها ولكن راح يكون بيني وبينك اتصال وراع علمك بالشي اللي انت تبغاه وقلت لاجل اسمع الخطة اني انا لازم اطلع تسجيلات الكاميرا واطلع براءة سعيد قبل ما ارجع وحل هذا الموضوع من البداية للنهاية وقال لي طيب الكاميرات ما نقدر نوصل لتسجيلها قلت ما في اي طريقة قال ما في اي طريقة توصلك الى التسجيلات الا باسلوب واحد قلت لي طيب وش الاسلوب قال الاسلوب يا قيس اني اعطيك رقم شخص وهو اللي كان يتكلم معي قبل بخصوص الكاميرات واللي راح لنفس الجامعة هذه وتتواصل معه وتاخذ منه العلم الاكيد لان قلت قال لي قبل في طريقة واحدة اقدر اطلع منها التسجيلات ولكن الطريقة هذه مخيفة بشكل كبير قلت لزين واخذ رقمه واتصل عليه قلت مرحبا انا جايك من رشيد وان السالفة كذا 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 قال اي ذكرتك قلت له وش الطريقة لسويها وش تشوف الحل الانسب اني اقدر اطلع تسجيلات الكاميرا قال اسمع مشكلتكم انكم انتم اجانب على هذه الدولة لو رحت لهم ما راح يعطونك التسجيلات لازم نجيهم بطرق ملتوية انا معلوماتي ماه بذاك القدر الممكن اني انا اقدر اوصل للتسجيلات هذه ولكن اذا تعرف شخص يعرف يخترق ومورة زينة رح نقدر نوصل للتسجيلات اللي موجودة جو المركز قلت له ايه اعرف قال لي منهم جا في بالي يا جماعة الخير التيم اللي كان موجود داخل دولتي وكان من اقوى الاتيام اللي قد مرت عليه فقلت اتواصل مع رئيسي محمد وعلمه وش الجديد وش الموضوع اللي انا فيه الان قلت له خلاص ثواني وبتصل عليك وادق على محمد يا جماعة الخير بسرعة سلام عليكم هلو والله محمد كيف حالك طيب محمد اسمعني ابغى تيم مخترقين يقدرون يخترقون مكان مخصص الكاميرات المراقبة قال خلاص الان راح اوصلك مع التيم هذا وصدك في ثواني بسيطة اللي انا اكلم شخص ثاني قال لي اهلا مسهلة معك خالد وش تبغاني اقدم لك خدمة قلت له اسمع معاك الضابط قيس قال لي نعم اعرفك تفضل وش عندك قلت له الموضوع انه نبغى نخترق مكان ومخصص الكاميرات المراقبة قال انت وينك فيه قلت له انا الان في دولة ثانية والدولة هذه تبعد عنك كثير قال لي طيب كيف تبغى اخترقها والمجال هذا مجال امني مغلق قلت له اش رايك اتصل معكم مكالمة جماعية وادخلك مع شخص مخترق موجود عندي الان وفي نفس الدولة حقتي وانت تقدر تفيده وتزود عليه بعض المعلومات عشان نقدر نوصل لهذا المكان قال لي خلاص وصلني معاه وصدق اجماعة الخير وادمج المكالمتين مع بعض وقلت الخويق هذا شخص عندنا مخترق وكويس وموره زينا واصل يعني مرحلة كبيرة وصار يشرح للسالفة الشخص اللي موجود عندي داخل الولاية ويقول له ان المكان هذا مغلق وما اقدر اوصل للنظام من جوه قال متأكد ما تقدر توصل قال مستحيل اوصل قال طيب ابغى منك شي واحد ابغاك تشوف في سطح المبنى هل في صحون مخصصة لنقل البيانات او لا اذا كان في صحون راح اقدر ادخل لهذا المبنى اذا قدرت اوصل للتردد حقه وابغاك تراقب الصحن الثاني وين يوصل بالضبط راح علمكم وش النظام كل منطقة امنية او لما تيجي مثلا للبنوك او تروح الاماكن الحكومية الكبيرة يكون في صحن مخصص لنقل البيانات لانهم ما يضمنون الاتصال بالانترنت الخارجي ويعرفون ان البيانات تقدر تخترق في اي وقت وفي اي زمان يستخدمون هذه الصحون عشان ينقلون فيها البيانات في الصحن هذا يكون مواجهة صحن ثاني مخصص في احد المراكز الامنية حقتهم بمهمة الشخص هذا الموجود داخل الولاية اللي هو خوي رشيد انه يعرف هل في صحن او لا وبرضو اذا كان في صحن لازم يعرف المنطقة الثانية وين عشان نقدر نتصره وصدق جمعة الخير هذا اللي هو خوي رشيد يروح لنفس المبنى حق الجامعة ويناظر وصدق حصل في صحن وقال يا سلام يعني يستخدمون النقل الجوي او هي اللي يسمونها الصحون لنقل المعلومات قال اجل مهمتنا نعرف وين النقطة الثانية فيه اذا حصلتها او لقيتها اتمنى انك تعلم قال خلاص عطني ثلاثة ايام اربع ايام وانا راح ابحث في المنطقة الجغرافية القريبة من هذا الصحن عشان نعرف كيف ندخل هذا النظام وصدق يا جماعة الخير ويمرني الرجال هذا واروح ابحث انا وياه يقول قيس سويت بحث بسيط عن الصحن وابغى اشوف المدى اللي يوصل لهذا الصحن او يرسل موجاته صار يا جماعة الخير الصحن هذا ينقل اقصى مسافة ما يقارب سبعة او ثمانية كيلو قلت ميت خوية اللي معاي اللي هو خوية رشيد قلت له قلت له راح نبحث على الزون هذا اللي مدة سبعة كيلو قدام ونشوف هل في صحن حسهو متصل عليه او لا وصدق يا جماعة الخير بعد مرور ما يقارب يومين حصلنا مبنى حكومي مغلق مالا لباب واحد ولكن ما في احد يداوم فيه بشكل كبير ولكن خطر انك تدخله واضحا فيه ناس يسوون مهمات جوه احنا ما ندري عنها قال خوية رشيد لازم نستأجر عمارة قدام هذا المبنى وتكون عمارة هذه مرتفعة وفيه نفس امتداد الصحن راح علمكم اشو راح يسوون هذا الصحن المخصص للجامعة هذا هو والصحن الثاني البعيد هذا هو يبغون اهم يدخلون صحن من النص عشان يسحبون فيه المعلومات يصير الصحن بدال ما يرسل للصحن هذاك يرسل للصحن هذا ولكن لازم يعرفون التردد حقه ونبحث عن عمارة موجودة في ذاك المكان ومنحسن حظنا حصلنا عمارة في نفس المواصفات اللي احنا نبغاها ولكن لازم نجيب زي المصورة او العمود ونرفعها ما يقارب اربعة وثلاثة متر عشان نقدر نصيد الموجات حق الصحن اللي جاية من الجامعة وصدق ونستاجرها ونضبط كل شي ونتواصل مع الشخص اللي موجود في دولتنا دقيت على محمد قد توصلني عالشخص اللي اسمه خالب ووصلني عليه قدت لان احنا حصلنا الصحن ولقينا عمارة نقدر الان ندخل فيها صحن ثاني قال طيب انا بغا بس اعرف الموجة اللي استخدمت عشان اقدر في لحظة ارسال واستقبال المعلومات اقدر اصنع فيروس بسيط يدخل للنظام حقهم وزوده يا جماعة الخير ببعض التفاصيل اللي تفيده في هذا الموضوع وشبكنا الصحن وركبناه وشبكنا فيه الكمبيوتر وخلينا صديقنا اللي موجود في الدولة اللي اسمه خالد يتحكم بالكمبيوتر هذا عن بعد قاعد يبحث قاعد يبحث شوي قال حصلت الموجة يا جماعة الخير واقدر الان اصير استقبل معلوماتهم المرسولة من عندهم ولكن فيه خطأ كبير رح يصير لازم اعرف وش اسلوب المعلومات المرسلة واسلوب نفس كذا المهم تفاهموا على هذا الموضوع لين حصل شيء انه يقدر يتصل فيهم طريقة ثانية قال خلوا الصحن حقهم يرسل عايدي ولكن خلوا الصحن حقنا موجه على الصحن حقهم يصير صحنين متصلين على صحن واحد يقدر يصحب منهم المعلومات ويرسل وصدق يرابه بهذه الطريقة ما رح يكتشفونهم ولا رح يدرون ان فيه شيء انقطع عن الاتصال افصار الصحنين هذي متصلة في صحن واحد حق الجامعة وصير يتحكم بالجهازة جماعة الخير وسوى اشياء كثيرة داخل النظام حقهم وقالنا يا جماعة الخير اني قدرت اسحب الفيديوهات بالكامل وشلون وكيف سويتها قالت شلون هم وهذا عملي الخاص اللي انا اعرفه سويه رح الان تيجي كالله يسلم كالتسجيلات عن طريق رابط افتحها وشوف الشي اللي انت بغاه تراني اسحبتلكم تسجيلات قديمة يعني لها ما يقارب اربع شهور يلا يا قيس تبغى اخدمة ثانية الله يعطيك العافية ترق ويقفل وانتظر هذا الرابط يا جماعة الخير يوصلني اللي فيه الفيديوهات اللي فيها التسجيلات يوم كان سعيد جو الجامعة وفيه شخص جاو حط له اللي هي المخدرات داخل السيارة المهم وصلت المقر حقي لو تيجيني الرابط هذا وادخلي جبعة خير وابحث في الفيديوهات وصدق يا رابط طلع لي ان العسكري نفسه فتح السيارة حقه تسعيد وحط فيها المخدرات وقفل الشنطة فتحها باسلوب الطريقة اليدوية القديمة اللي هي عن طريق السيم حق الملابس كلمت رشيد وقلت له الموضوع ان عندي الفيديو ما يثبت ان سعيد ما لدخل وان هذا الشخص شخص سيء اللي هو الشرطي نفسه قال لي خلاص لا تشيلهم الان اشوف لك محامي يخلص لك الموضوع هذا كامل وسعيد لا يطلع من المبنى اللي انتو فيه ابت قلت له زين زين ابشع كل مهم يا جماعة الخير مرت الساعات اللي يتصل عليه شخص غريب قال لي سلام عليكم عليكم السلام مرحبوا مسهلة انت قيس اي نعم قيس انا جايك عن طريق رشيد انا المحامي المخصص لسعيد ابغل ادل اللي عندكم عشان اقدر اقدمها للقضاء وينظرون للموضوع في اقرب وقت بعدين قال لي هل سعيد في السجن ولا برا السجن قلت له لا سعيد برا السجن قال لي عني زين ممسكوه قلت له اي نعم ممسكوه والرجال عندي قال لي تمام تمام وازوده بكل شي جماعة الخير والمقاطع وكل شي صار بالضب قال لي ابغاك تروح معي يا قيس الى قسم القضاء حقهم يقول عندهم كذا هم محكمة وتقدر تدخل وتتشاور معهم وتعلمهم كل شي يقول قيس المهم وادخل وادخل على لجنة التحقيق المخصصة لهم مرحبا لانه سالان عندنا قضية بخصوص كذا كذا في عسكري فاسد وهق شخص من الناس اللي معنا انه كان معه مخدرات ولكن بالاساس العسكري نفسه حاط المخدرات داخل السيارة وعندنا تسجيلات فيديو وعندنا كل شي المهم عرضناها عليهم اللي في واحد منهم يبحث قال من المتهم ويسجل الي هو الرقم المخصص لسعيد يقول قيس فيه رقم اول ما تدخل ولايات المتحدة يعطونك نفس الرقم مخصص كأنه هوية لك الرقم هذا هو الايدي حقك يقول يبحثون فيه في الانظيمة حقتهم وتطلع المعلومات حقته يقول في بحثه وطلع لهم اسم سعيد صدق بتهمة انه يملك المخدرات وهارب قالوا وين ادلنا للرجال في حمايتنا ولكن هذه الادلة اللي تثبت ان سعيد بريء ولا له دخل اللي جماعة الخير ونظرون الادلة ونظرون الفيديوهات ويتأكدون من التسجيل اللي كانت في كاميرا العسكري نفس البضاعة بالضبط اللي مسكها العسكري هي نفس اللي حصلوها في سيارة سعيد قالوا خلاص الموضوع يحتاج اسبوع الاسبوعين وراح يطلع قرار باذن الله ان احنا نقبل او نرفض لو رفضنا تراكم بتسلمون سعيد لنا يقول قيس بعد ما مر اسبوعين الا جيني رسالة ان احنا كسبنا القضية وان سعيد خرج براءه وبرضوا انظروا في الموضوع ولاحظوا ان الشخص هذا في كل سجلاته للطلاب القدامة اللي قبل وهو نفس اللي كان يمسكهم ويسلمهم بالدليل ان هذا الشخص شخص فاسد وعلى كذا اجماعة الخير قيس قدر يطلع كل اللي في السجن بتهمة المخدرات اللي وهقهم العسكري وصدروا بهذا القرار وكان فرحان قيس حرفيا فرح غير طبيعي انه قدر يحل مشكلة مرة عليها ما يقارب ثمان سنوات والناس ما تدري وش التفاصيل بالضب يقول قيس قالوا لي ان المساجين هذولي راح يطلعون بعد تسع ايام من الان لانهم راح يجبونهم ومدينهم سجن شوي بعيد راح يجبونهم لولاية حقاتهم وينزلونهم وصدق يربع بعد تسع ايام بدال ما ارجع بسعيد رجعت بسبع اشخاص غير سعيد واح جزنهم يا جمعة الخير تذاكر طيران وكل شي عشان ارجعهم الدولة حقتنا وبعد ما خلصت الحجوزات اتصلت على طول على محمد قلت له السلام عليكم يا محمد كيف حالك طيب يا لعليكم السلام هلا قيس بشر قلت له بشرك ما رجعت بسعيد بس رجعت بسبع اشخاص غير سعيد الناس اللي كانوا مسجنين قبل قدرت اطلعهم واثبت ان القضية عكس المعروضة والمتوقع يقول استانس محمد وناسا غير طبيعية انه قدر يرجع الشباب هذولي يقول بعد ما خلصت الموضوع المفرح هذا مع محمد انتظرنا لحظة الطيران وركبنا الطيارة وكانوا مستانسين حرفيا انهم راح يرجعون ورجعنا يا جمعة الخير الى ارض الوطن بصحة وعافية وقدرت احل القضية من اصعب القضايا اللي قد مرت علينا المم وصلتهم عند محمد وجو اهاليهم وشوف اهاليهم مستانسين ويحضنونهم ويحبونهم يقول حسيت بسعادة ماهي طبيعية يقول سبحان الله بعض الاحيان ودك بس تشوف الشخص اللي تسوي له الخير انه يفرح بهذا الخير يزرع في وجهك الابتسامة بشكل غير طبيعي يقول صاروا يشكروني يقولون لي شكرا ويعطيك العافية وما قصرت والله يكثر من امثالك يابلني اللي هو رئيسي محمد اول ما شافني قال ان اشهد اني وظفت شخص كفو في هذه المهمة الصعبة واللي هنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم القصة اللي استغرقت مني ما يقارب سبع ايام وانا قاعدة سجلها ولي تابعوني عسنا بيعرفون هذا الشي واتمنى اني وفقت في روايتي لهذه القصة ودائما قصص التحقيق تكون فيها تفاصيل واحداث كثيرة فعشان كده تحتاج وقت اكثر شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم فمان الله في قصة جديدة السلام عليكم